سلام عليكم سنافرنا وأهلا وسهلا فيكم بالمحاضرة الثانية من محاضرات مادة الانترودكشن تو ميديسن واللي رح نستكمل فيها حديثنا عن الميديكال تيرمينولوجي الخاصة بكل سيستم من سيستمات الجسم المحاضرة السابقة تحدثنا عن بعض السيستمات الميديكال تيرمينولوجي الخاصة فيهم زي سيستمات الكارديوفاسكولر سيستم الرسبيراتري سيستم والبلود سيستم بهاي المحاضرة بدنا نستكمل ونتعرف عن الميديكال تيرمينولوجي الخاصة بالسيستمات الأخرى اللي رح تشوفوهم بهاي المحاضرة بوعدكم هاي المحاضرة تكون آخر محاضرة صعبة لكم ويعني فيها شوية تحفظ يعني شوية كثيرة شوية تحفظ بدنا نحفظ ونحاول نسهلها عليكم بإذن الله قسمتها لبارتين عشان يعني ما تزهقوا وانتوا بتدرسوا المحاضرة الأخيرة اللي طويلة محتاجة إيش مي مش محتاجة إيش يتشربوا فخلينا نبلش بسم الله وعلى بركة الله بدون أي إطالة بداية احنا اتفقنا أنه في عندي تقريبا 11 سيستم موجود في عندي في الجسم من أمثلتهم الجهاز العصبي نيرف السيستم الجهاز التنفسي الجهاز القلبي والدوراني الكارديوفاسكولر وإلى آخره إلى آخره إلى آخره بدنا نبلش حديثنا بهاي المحاضرة بسيستم يعد من أهم السيستمات في الجسم وهو إيش؟ الاندوكراني سيستم ما هو الاندوكراني سيستم؟ طبعا أنا حطت لكم خط هنا يعني اللي هو بس عشان تشوفوا أنا وين بأشر الاندوكراني سيستم هو الجهاز المسؤول عن تناقل المسيجات في جسمي فهو جهاز شو فعليا بنسميه جهاز الغدد الصماء أو الجهاز الغددي ما هو هذا الجهاز الغددي؟ مكون من اسمه غدد غدد بالانجليزي شو يعني؟ يعني glans فبشكل عام كل اللي راح نتحدث عنه هنا هو glans طيب عشان إحنا أول مرة فيتين طب واللي ما بعرف شو glans وشو هرمونات وشو إلى آخره خلينا نتسلسل حبة حبة الآن أنت جسمك يعني متكامل كله بيشتغل مع بعض طيب إذاك مثلا كان في عندك خلايا موجودة في الادماغ بدها ترسل مسيجات عشان مثلا أنت والله تفرز انزيمات معينة من الكبد ولا من المعدة ولا من أي مكان من الجسم هذا المسج اللي بيطلع من هون وبروح لهون وبحكي للمعدة يلا افرزي الانزيمات الفلاني 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 هذا المسج في جسمي بيكون على شكل هرمون أيوة هرمون معناته الهرمون هو إيش هو سيجنل إشارة مسج مرسولة من مكان إلى آخر ممتاز طيب الهرمونات هاي مين اللي بيصدرها اللي بيصدرها هو الجلانز الغدد فبدي إياك تحفظ لي بداية الغدد الاندوكرين سيستم هو جهاز الغدد الصماء أو جهاز الغددي هذا الجهاز مسؤول عن إيش مسؤول عن الغدد يعني رح نتحدث فيه عن الغدد اللي هما شو الغدد بالإنجليزي؟ غلانز طيب الغلانز هذول وظيفتهم إيش؟ يرسلوا مسجات مسجات هاي المسجات بجسمي اسمهم إيش؟ بسميهم هرمونات وفي عندي الكثير من الهرمونات اللي راح نعرفكم فإذن وظيفة الاندوكرين سيستم الجهاز الغددي هذا أنه يفرز الهرمونات مهمة جداً هاي الهرمونات بيشتغلوا مع بعض في الجسم يعني هرمون بروح على المعدة هرمون على الكبد هرمون على الكيدني وإلى آخره هاي الهرمونات كلها بيشتغلوا مع بعض عشان نحافظ على شغلة بسميها الهوميوستيس شو يعني الهوميوستيس يا الله هاي معلومة جديدة الهوميوستيس معلومة رح تشوفوها كثير بالطب وهي الاتزان في داخل الجسم كيف يعني يعني أنت جسمك لا هو بارد ولا هو سخن يعني درجة حرارة جسمك تقريبا بنقول 37.5 مين اللي محافظ على درجة حرارة جسمي هاي اللي هو اتزان درجة الحرارة اتزان البي اتش حموضة الدم عندك تقريبا 7.4 مين اللي محافظ عليها مين اللي محافظ انه انت بس تبرد بس تصير في الجو بارد انت بترعش شوي عشان ايش عشان تدفي جسمك هاي الرعشة ما هي الا ايش آليات جسمك انها تدفي نفسها ونفس الاشي لما انت شو تركض 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 شو بصير في عندك تعرق انت ليش بتعرق تعرق عشان جسمك يبرد تطلع بعض السوائل هاي السوائل بتيجي هون زي كأنك غسلت وجهك بمي فبتبرد فهاي الشغلات كلها مين اللي بحافظ عليها بحافظ عليها الهرمونات اللي هي مسيجات مرسلة من بعض الغدد تمام فالإندوكرايني جلانز في عندي إندوكرايني جلانز شو يعني إندوكرايني جلانز خلينا نفصلها إندو يعني في الداخل عرفناها من الميديكال ترمينولوجي فإندو معناها within طيب كراين شو يعني كراين كراين معناها secretion أو إفراز فإذن الإندوكرايني جلانز جلانز قلنا هي غدد إندوكراين طيب شو يعني إندوكراين إندوكراين معناها تفرز مواد داخل الجسم طيب هاي الإندوكرايني سيستم هي تسمية عنصرية شوي يعني اسمحوا لي فيها تسمية عنصرية التسمية الصحيحة مش لازم تكون إندوكرايني سيستم أو إندوكرايني جلانز ليش هذا الكلام أنا بحكيه لأنه باجي بحكي لك الغدد عندي نوعين الغلانز عندي من نوعين اثنين ركز معي نوع بسميه إجزوكراين غلانز ونوع بسميه إندوكراين غلانز ممتاز جدا طيب إجزوكراين إحنا عرفنا كراين معناها secretion إفراز إجزو شو معناها؟ معناها خارج طيب إجزو معناها خارج out وكراين معناها secretion طيب معناها هاي الغدد وظيفتها إنها تفرز الهرمونات خارج الجسم ممتاز طيب ليش سموا السيستم إندوكراين سيستم إندو ما هو في الداخل لعشان هيك بحكي لك إنه التسمية عنصرية شوي التسمية جاية على الإندوكراين أكثر من الإجزوكراين طيب بالمقابل في عندي نوع ثاني من الغدد بسميه إندوكراين غلانز وهو النوع الأشياء اللي رح ندرسه اليوم الإندوكراين غلانز شو وظيفته هذا؟ كراين معناها secretion يفرز إندو معناها with in يعني في داخل الجسم طيب معلومة بس على الهامش لما نحكي داخل الجسم معناها الهرمونات عشان تنتقل من هون على سبيل المثال إلى هون كيف رح تمشي؟ لازم تمشي عبر الدم فلما نحكي إحنا with in معناها في داخل الجسم بالذات في داخل الجسم في داخل الدم بينما out of اللي هي إكزوهاي معناها إيش؟ خارج الجسم يعني خارج الدم طيب فإذا صار في عندي الاندوكراين سيستم الجهاز اللي هو الجهاز الغددي الجهاز الغدد الصماء مكون من نوعين من الغدد غدد بسميها إكزوكراين وغدد بسميها اندوكراين إكزوكراين 글انز معناها تفرز الهرمونات والمواد بشكل عام خارج الدم أو خارج الجسم لما نحكي اندوكرايني جلانز يفرز المواد هاي الغدد تفرز المواد داخل الجسم أي داخل الدم ممتاز ممتاز حلوين فاذا تشايفين عندكم بالصورة هاي هاي بعض صور توضيحية للإكزوكراين والإندوكراين لاحظ الإكزوكراين قاعد ايش هاي هاي سطح اللي هو الجلد الاسكن سيرفس فمثلا أشهر مثال على الإكزوكرايني جلانز هي أو الغدد اللي بتفرز المواد خارج الجسم هي الغدد العراقية اللي هي السويت جلانز هاي السويت جلانز اللي مسؤولة انها تطلع لك ايش سويت عرق ممتاز هاي السويت جلانز وين موجودة موجودة تقريبا على سطح الجلد هون موجودة لما انت تعرق وتعمل رياضة هاي الغدد تفرز المواد خارج الجسم فبتطلع برا بتلاحظ انه في عندك عرق هون وهون وهون خارج الجسم هاي من أهمهم وفيه عندي أنواع أخرى من الإكزوكرايني جلانز زي اللي هي السيبيشيسي جلانز السويتي جلاند وإلى آخره الإندوكراين طبعا ما بهموكوا كثير الإكزوكرايني جلانز اللي حاب يحفظهم يحفظهم اللي مش حاب الدكتورة ما طالبت فيهم الإندوكرايني جلانز هم مجموعة 4-5-6 جلانز يعني رح ندرسهم بهاي المحاضرة ما بهمني العدد بس بهمني أنه أنت رح تعرف كل جلاند موجودة شو وظيفتها إذا صنفناها من الإندوكرايني جلانز معناها لاحظ هايها الإجلاند هايها الغدة تفرز الهرمونات وين عبر الدم معناها داخل الجسم فخلينا نبدأ ببعض الهرمونات في عندي بعض الهرمونات المهمة جدا لازم نعرف شو هي وشو وظيفتها ومن أين تفرز أول هرمون معنا لليوم هو الأدرينو كورتيكو كورتيكو تروبيك هرمون أدرينو جاية من كلمة أدرينو السي جاية من كلمة كورتيكو تي جاية من التروبيك وأش جاية من هرمون فأصار عندي الأدرينو كورتيكو تروبيك هرمون شو بدنا نعرف بهذا الهرمون؟ بداية هو هرمون فهو سيجنال إشارة ممتاز طيب كورتيكو شو يعني كورتيكو؟ كورتيكو معناها القشرة كورتيكس كورتيكس بالإنجليزي أو بالعربي معناها قشرة زي بدك تجيب لي برتقالة شايف البرتقالة هاي؟ قشرة البرتقالة بسميها الكورتيكس هاي معناها كورتيكو طيب تيجي تحكي لي شو دخل الكورتيكس؟ صبرك علي واحدة واحدة التروبيك أو هاي اللي هي تروب بدون ال-IC تروبيك معناها يحب الذهاب إلى مكان لتغيير شيء ما شو يعني هذا الكلام؟ يعني إذا أنا قلت لك I am tropic to water مثلاً للماء معناها أنا بحب الماء عشان أغير شيء فيها ممتاز؟ هاي معناها تروبيك فكورتيكو تروبيك معناها شيء هرمون يحب القشرة يحب القشرة لتغيير شيء ما هناك ممتاز؟ ممتاز IC هاي جاية من كلمة اللي هي adjective عشان يخلوها adjective عشان يخلوها صفة عشان يوصفوا الهرمون بحطوا IC بالآخر ما بقدر أقول أدرينو كورتيكو كورتوب بس لا بتقول كورتوبك هرمون كأنها جاية زي صيغة للصفة فمعناها pertaining to أخذناها بالمحاضرة الأولى طيب أدرينو شو يعني أدرينو؟ أدرينو زي ما رح تشوفوا كمان شوي تحت هاي ها هون أدرينو معناها أدرينو لقلاند أو بسموها الغدة الكذرية بالعربي ما هي هاي الغدة الكذرية؟ عشان نشوفها بدي أورجيكم هاي الصورة السريعة لاحظ هذولة من لقلانز شايف هاي الكدني اللي هي الكلة؟ الكلة في فوقها غدد هاي الغدد اللي فوق الكلة بسميها الأدرينو لقلانز ممتاز؟ طبعا الشغلات الثانية رح نعرفها ما عليكم بس بدي ياك تركز لي هاي الغدة الاندوكراين الأولى بسميها أدرينو لقلاند وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة فوق الكدني أو بسميها إيش؟ بسميها بارارينو لقلاند اسمها الثاني بارارينو لقلاند أو أدرينو لقلاند ممتاز شايفينها هاي ها موجودة هون حلو الأدرينو كورتيكو كورتوبك هرمون هذا يفرز من وين؟ يفرز من شايفين هاي؟ شايفين البتوتري لقلاند هاي هاي شايفها هاي الصغير اللي هون؟ هاي بسميها البتويت ريجلاند أو بسميها بالعربي الغدة النخامية هاي الغدة النخامية اللي هي البتويت ريجلاند مكونة من قسمين قسم أمامي يعني بتكون زي هيك عاملة قسم أمامي وقسم خلفي انتيريور أمامي بسميه انتيريور في الأمام بوستيريور معناها خلفي معناها في الخلف فالبتويت ريجلاند هي زي هيك موجودة في دماغي واحدة في الأمام واحدة في الخلف ممتاز الآن البتويتريقلاند اللي هي الغدة النخامية بتفرز لي هذا الهرمون اللي اسمه أدرينو كورتيكو كورتوبيك هرمون بينزل هذا الأدرينو كورتيكو كورتوبيك هرمون بروح وين؟ بروح على الأدرينة لقلاند ويسبب بعض التغيرات هناك حلوين حلوين طب نيجي نقسم الكلمة أدرينو معناها جاي من الأدرينة لقلاند فإذا هو يذهب وين؟ يذهب إلى الأدرينة لقلاند طيب كورتيكو يعني بروح وين على قشرة الأدرينا لقلاند التروبيك معناها يحب أن يذهب إلى الأدرينا لقلاند عشان يغير شيء ما فيها ممتاز فصار فيه عندي هرمون يفرز من البتويتريقلاند يذهب إلى الأدرينا لقلاند وبالذات إلى قشرة الأدرينا لقلاند اللي هي الغدة الكضرية عشان يغير شيء ما فيها هاي التغيير ما بدنا إياه حاليا ممتاز ممتاز فإذن الأدرينو كورتيكوتروبيك هرمون خلصنا منه خلصنا فهمنا شو هو وفهمنا وظائفه طيب الجي أتش هو القرث هرمون القرث هرمون واضح من اسمه أو اسمه الثاني بعطوه اسم السوماتوتروبيك هرمون طيب قرث هرمون من اسمه ش يعني قرث هرمون هرمون مسؤول عن القرث النمو فهو هرمون مسؤول انه ينمي جسمك لما انت تكون صغير وبدك تكبر لازم القرث هرمون يكون موجود اسمه الثاني سوماتوتروبيك هرمون حلو السوماتوتروبيك هرمون هذا أو القرث هرمون بيحكي لك انه يتم إفرازه من الانتيريار بتويتري جلاند شو هي الانتيريار بتويتري جلاند؟ هاي هي الانتيريار بتويتري جلاند شايفينها في عندي واحدة أمامية واحدة خلفية الأمامية هي اللي بتفرز للقرث هرمون الانتيريار ركز الانتيريار الأمامية ممتاز فالانتيرير بتويتري جلاند هي اللي بتفرز للقرث هرمون وهذا القرث هرمون او الاسم الثاني سوماتوتروبيك هرمون يذهب ويحفز النمو من اسمه قرث هرمون لازم يحفز النمو يعني سهلة واضحة وصريحة طيب نيجي للاسم الثاني ليش سموه سوماتوتروبيك هرمون كل قاتي بداية احنا بنعرف التروبيك خلنا نمشي واحدة واحدة التروبيك معناها يحب الذهاب يعني يحب الذهاب يحب الذهاب الى مكان ما عشان يغير شغلي فيه حلو فالسوماتوتروبيك معناها هذا الهرمون يحب الذهاب الى مكان ما هذا المكان شو هو هو السوماتو طيب شو هي السوماتو السوماتو بحكي لك هي بريفكس او ووردروت معناها بدي او معناها الجسم فدائما لما تشوف كلمة سوماتو بدك تعرف انها جسم بس كلمة اغريقية معناها جسم اذا سوماتوتروبيك هرمون هو الهرمون الذي يحب الذهاب الى الجسم بشكل عام ليش بحب الذهاب عشان يغير اشي ما شو هذا التغيير اللي بعمله بحفز النمو فعشان هيك اسمه لغروث هرمون واضحة واضحة فاذا شفنا بالامتحان غروث هرمون او سوماتوتروبيك هرمون بدنا نعرف شغلتين الشغلة الاولى انه بينفرز من الانتيريير بتو تريجلاند الامامية هاي اللي بتكون بالدماغ هنا امامية غدة موجودة بسميها غدة نخامية الامامية انتيريير وشو وظيفته؟ وظيفته من اسمه يحفز النمو ممتاز ممتاز الان الهرمون الثالث بسميه MSH او مش MSH هذا هو ايش الميلانوسايت استيميوليتنغ هرمون خذ اول حرف بطلع لك مش MSH هذا هو طيب اذا حدا فيكم اتوقع انه سامع فيها يعني ما رح يكون هذا الهرمون له صعب الميلانوسايت او جاي من كلمة طبقة الميلانين ما هي طبقة الميلانين طبقة الميلانين هي موجودة بالجسم هاي الميلانين صبغة طبقة صبغة موجودة في الجسم عشان تصبغك سواء لون اسود لون اسمر لون ابيض حتى لون عيونك اللون الازرق والاخضر هذا ما هو الا ايش ما هو الا صبغة تسمى صبغة الميلانين طبقة الميلانين من اللي بيفرز هاي الميلانين ما هي مادة بجسمي فاكيد لازم حدا يفرزها اللي رح يفرز هاي المادة هو خلايا الميلانوسايت ليش سموها ميلانوسايت معناها خلايا اتفقنا سايت هاي اللي انتوا شايفينها معناها خلايا. طيب ميلانو سايت معناها الخلايا المسؤولة عن تصنيع الميلانين. طيب مثلا أنا واحد من الناس اللي يا أخي بالشتوية بتكون بشرتي بيضة لما يفوت الصيف ثلاثة يام بتلاقي بشرتي سما اللي هي حنطية. لاني أسمر ولاني أبيض حنطية طيب مين اللي حفز خلايا الميلانو سايت ما هي الميلانو سايت موجودة في جسمي خلايا بتفرز ميلانين موجود في جسمي مين اللي حفز هذول الميلانوسايت انهم يفرزوا هاي الميلانين هو الميلانوسايت استيميوليتنغ هرمون اللي هو اختصاره MSH فهذا هرمون يفرز بروح على الميلانوسايت اللي هي خلايا الميلانين وبيحفز ايش؟ بحفز طبعا زي ما احنا حكينا لكم انتاج الميلانين طيب هذول الاثنين خلولي اياهم دقيقة بس عشان يكون التسلسل بالنسبة لكم منطقي طيب في عندي هرمون اسمه ALD اسمه الهرمون كامل ألدوستيرون اكيد ككم سمعين فيه الألدوستيرون الALD جاي من اول ثلاث حروف ما هو الألدوستيرون هذا؟ الألدوستيرون هو هرمون ما اختلفنا هذا الهرمون طيب من وين يفرز؟ بارجع بحكي لك يفرز من الأدرينال كورتكس من وين شو هي الأدرينال كورتكس هاي؟ نرجع للصورة شايفينها هاي؟ هاي هي الأدرينال يجلاند اللي هي الغدة بسموها الكضرية أو فوق الكلوية بسموها البرارينال هاي الغدة سواءً برارينال أو أدرينال نفس الاسم هاي الغدة بتفرز إيش؟ بتفرز لي الألدوستيرون هذا المركب الهرمون ووظيفة إيش الألدوستيرون هذا بحكي لي وظيفة الألدوستيرون إنه يعمل ينظم حركة إيش؟ حركة امتصاص الصوديوم والبوتاسيوم إكسكريشن باي كيدنيز شو يعني هذا الكلام؟ كلات يركز معي واحدة وحدة عشان نخذهم بالسهولة الكلة عندك الكيدني الكيدني هاي وظيفتها إيش؟ كلكم درستوها ويعرفوكم إياها بالسادس ابتدائي إنه الكيدني إيش؟ هي مصفات الجسم مصفاي اللي هي بتخرج السموم بيمشي عندك الدم الدم هذا السموم اللي موجودة بالدم تطلع وبتخرج كبول كيورين من الكيدني والشغلات المفيدة بتظل ماشي في الدم ممتاز فمين المصفاي هاي عندي؟ المصفاي هي الكيدني الكلية الكلية واحدة من المواد اللي بتصفيها بتخرجها وبتدخلها إلى بعض الخلايا هي المواد اللي إيش اسمها؟ الأملاح اللي اسمهم صوديوم وبوتاسيوم كلكم بتعرفوا البوتاسيوم والصوديوم البوتاسيوم والصوديوم هذول المركبين الأيونين مهمات جدا في جسمي زي ما رح تعرفوا لقدام كتير فيه شغلات كتير بصير لها ريجوليشن في جسمي وإحنا بنحافظ عليها في جسمي بسبب هذول الآيونين طيب هذول الآيونين كالآتي الصوديوم اللي هو الآن إيه؟ غالبا بصير له ري أبزوربشن يعني بتم امتصاصه وبظل موجود في الدم بينما البوتاسيوم يتم إخراجه خارج الخلايا عشان يطلع في اليورين اللي هو في البول تمام؟ الآن مين اللي بنظم هاي العملية؟ اللي بنظم عملية أنه أنا أسحب الصوديوم لداخل الخلايا وأطلع البوتاسيوم إلى خارج الخلايا أو خارج الدم عفوا بغض النظر خلايا ولا دم مين بحفز أسحب الصوديوم إلى داخل الدم وأطلع البوتاسيوم إلى خارج الدم وأخرجه في اليورين اللي بحفز هاي العملية هو الهرمون اللي اسمه الدوستيرون بيجي من وين؟ من الأدرينا الكورتكس فسهل جدا لاحظ الهرمون بيطلع من الأدرينا الكورتكس اللي هو قشرة الأدرينا الإجلاند بروح على الكدني اللي هي جارتها مباشرة بسموها الثواني الغدة جارت الكلية أو ما بعرفش صراحة بالعربي شو اسمها الكامل بس بسموها الغدة الكذرية هاي هي تطلع منها الدوستيرون بروح على الكدني بقول للكدني يا كدني يا جميلة يا أسطورتي طلعي لي الصوديوم للدم والبوتاسيوم اخرجيه في اليورين ممتاز ممتاز فبيجي الهرمون بيعطي هاي المسج كأنه بعثلها مسج واتساب وخلصت وراحت ممتاز ممتاز طيب في عندي الهرمون الثالث أو الرابع أو الخامس بغض النظر اللي هو الانتي دايوريتك هرمون انتي دايوريتك هرمون له اختصاره ADH كلكم في يوم من الأيام سمعتوا بكلمة دايوريتك حتى لو ما كنت من تبهين دايوريتك معناها مدر تمام؟ أو مدر للبول يعني الأدوية مدرة للبول بس دايوريتك فعليا هي مدرة تمام؟ مين اللي باخذوهم هذول الناس؟ اللي هم الناس اللي معهم ضغط دايما الناس اللي معهم ضغط بروحوا على المستشفى باخذوا دواء ضغط ودواء ايش؟ دواء مدر للبول تمام؟ عشان يخف ضغط الدم الآن في عندي هرمون ليش أنت أنت كإنسان ما في عندك يعني ما بتخرج السوائل بزيادة اللي هو مدر للبول وبيقل عندك ضغط ضغط الدم وبتموت إذا قل ضغط الدم بتموت بحكي لك من حكمة الخالق أنه في عندك هرمونات تفرز من posterior pituitary gland من وين؟ posterior من الخلفي يعني أنت في عندك pituitary gland الغد النخامية أمامية وخلفية هي تفرز من الخلفية من posterior pituitary gland يفرز هذا الهرمون اللي اسمه anti-diuretic هرمون هذا الanti-diuretic هرمون من اسمه anti-diuretic يعني يمنع إدرار البول شو يعني يمنع إدرار البول؟ يعني كل الماء اللي المفروض ينزل في البول بياخذه وبرجعه على الجسم فبيحافظ على مستوى ضغط الدم اللي عندك ممتاز؟ ممتاز فالanti-diuretic هرمون هو هرمون يفرز من posterior pituitary gland بروح وين؟ بروح على الكدنيز فعلياً على الكلة وإيش بيسوي؟ بزيد من الwater reabsorption بزيد من امتصاص الماء إلى الدم ويمنع إيش؟ يمنع إدرارها في البول من اسمه anti-diuretic مانع للإدرار الهرمون المانع للإدرار فبيمسك الووتر برجعه إلى الخلايا وإلى الدم وبمنعه من أنه يطلع في اليورين طيب الآن خلصنا من هذول الهرمونين بيجي عندي هرمون اسمه oxytocin ما هو oxytocin هذا؟ بداية oxytocin زيه زي الأدرين الantidiuretic هرمون يفرز من posterior pituitary gland من الغد النخامية الجزء الخلفي منها طيب oxytocin هذا شو وظيفته؟ بحكي لك كالآتي oxytocin بدنا نقسم الكلمة إلى كلمتين زي ما اتفقنا أول شغله oxy وثاني شغله توسن oxy معناها swift شو يعني swift يعني يخفض أو يقلل يخليها هيك شوي ترخي تمام؟ راخي swift يعني ايش هيك راخية أو رقيقة توسن معناها labor labor اللي هو ايش؟ اللي هو الولادة فالأكسيتوسن من اسمه يخفف في الولادة أو انه ايش؟ يرقق الولادة وهو فعليا وظيفته الأكسيتوسن لما تيجي الأم الحامل بدها تولد بيجي عندك الهرمون اللي هو الأكسيتوسن يفرز من البوستيرير بتوتري جلاند الغد النخامية اللي موجودة في الادماغ يفرز وين بروح هذا الهرمون يروح إلى بروح إلى اليوتيراين شو هو اليوتيراين اللي هو الرحم وبروح على اليوتيراين وشو بيسوي؟ بيسوي له relaxation وبمنع contractions هذول شو يعني؟ يعني انت عشان الأم هاي الأكسيتوسن الأم هاي عشان تولد لازم ايش؟ لازم يصير فيه contraction للرحم انقباضات في الرحم وينزل الولد الآن وقت الولادة هاي الانقباضات بتكون موجودة أمورها تمام بينما ليش ليش الأم بتكون أول ثمن حسب يعني ثمن تسع تشهر هذولا إلى نص الشهر التاسع بيكون الرحم عندها راخي ومش قاعد يصير فيه انقباضات والطفل مش قاعد ينزل مين اللي رخى هذا الرحم اللي رخاه هذا الرحم بسميه الهرمون الأكسيتوسن والأكسيتوسن اللي هو وظيفة أخرى باللاكتيشن اللي هي إدرار الحليب لما الأم تولد تمام؟ فالأكسيتوسن هرمون مهم جدا يفرز من البوستيرير بتويتري جلاند بيروح على اليوتيراين وإيش؟ بيسوي ريلاكسيشن برخ الرحم بحيث أنه ما يصير فيه عندي انقباضات وما يصير فيه عندي إدرار للحليب لأنه المرأة لسه ما ولدت لما تولد بيصير فيه عندي شغلات أخرى الآن عندي الهرمون الثالث اسمه تيثري ليش اسمه تيثري؟ لأنه ثايرونين طيب ثايرونين معناها من وين يفرز؟ من غدة جديدة اسمها الثايرويد هرمون أو عفوا الثايرويد إجلاند الثايرويد إجلاند هاي شو اسمها الثايرويد إجلاند؟ هي أشهر غدة موجودة عندكم بتعرفوها اسمها الغدة الدرقية الغدة الدرقية هاي هاي الثايرويد إجلاند شايفينها موجودة عندي هون هاي هي الثايرويد إجلاند هون بتكون موجودة الغد الدراقية هاي الغد الدراقية بتفرز ايش بتفرز هرمونين هرمون اسمه تي ثري لاش تي ثري لانه تراي ثلاث ثلاثي فيه ثلاثي الايود اللي هو الاليمنت العنصر الايود ثلاثي الايود ويفرز من الثايرويد فبسمه تي ثايرويد ثري وفيه عندي تي فور اسمه ثايروكسين هذا الهرمون لو تتضلع على مركبه اطلع فيه عندك ايش طلع فيه عندك أربع شغلات أو أفور إليمنس من الآيود تمام؟ هاي المعلومة ما بتهمك بهمك أنه تي ثري هو الشكل الكيميائي ما بهمك بهمك اسمه تي ثري هو تراي ثري فتراي آيود وثايرونين هو الثالث تي ثري ثايروكسين لحاله لك تعرف أنه التي فور طيب الاثنين يفرزوا من الثايرويد هرمون اللي هي هاي اللي موجودة هون اللي هي اسمها ايش الغدة الدراقية ولكن لوظائف مختلفة عندك التراي آيودو ثايرونين تي ثري يفرز عشان يحفز النمو بينما تي فور يفرز عشان ينظم عمليات الآيض سواء تصنيع المركبات اللي هو أو تكسيره الميتابوليزم بشكل عام أو اللي هي عمليات الآيض تصنيع المركبات وتكسير المركبات طيب ممتاز الآن في عندي هرمون يعني يعد من أشهر الهرمونات اللي رح تدرسوها في الطب اللي هو البراثايرويد هرمون من اسمه باراثايرويد هرمون باراثايرويد بارا يعني بجانب ثايرويد معناها الثايرويد اجلاند الغدى الدرقية طيب ركز لي بهاي الفكرة شايف الثايرويد اجلاند هاي شايفها بالرسمة مش نبين عندك ولكن في حول الثايرويد اجلاند لاحظ في عندك زاوية زاويتين ثلاث أربعة في كل من هاي الزوايا في عندي غدة اسمها باراثايرويد اجلاند الغدة جارة الدرقية هيك بسموها الباراثايرويد اجلاند في عندي أربعة منهم واحدة هون على الزاوية هاي واحدة على الزاوية هاي واحدة على الزاوية هاي واحدة على الزاوية هاي هذول الparathyroid glands يفرزولي هرمون اسمه parathyroid hormone من اسمه واضح يفرز من الparathyroid gland شو وظيفته هذا الparathyroid هرمون وظيفته انه يروح ويزيد من الكالسيوم اللي موجود في الدم يعني على سبيل المثال انت صار في عندك نقص كالسيوم في الدم مين من الجسم جسمك منه من الداخل رح يفهم انه صار في عندك نقص كالسيوم في الدم طب انا كيف بدي ازيد الكالسيوم في الدم هاي المسج يفرزها الparathyroid gland عن طريق الparathyroid hormone بيفرز هاي المسج للجسم انه يا جسم الكالسيوم عندي قليل جدا زيدلي من الكالسيوم اللي موجود في الدم يكون في عندي مخازن للكالسيوم اللي هي العظم فعليا فبيزيد من شوية هيك يعني تكسير خفيف للعظم بحيث انه يفرز الكالسيوم الى الدم الان الهرمون الرابع follicle stimulating hormone هذا واحد من يعني اسهل الهرمونات اللي ممكن تعرفوها follicle stimulating hormone FSH هذا يفرز من anterior pituitary gland anterior ووظيفته ايش وظيفته انه يفرز لك الاوفا والسبيرم يفرز لك الحيوانات المنوية عند الذكور والبويضات عند الاناث فالاوفا والسبيرم هما فعليا ايش هما فعليا واحد عند الذكر واحد عند الانثى اللي بحفز افرازهم هو follicle stimulating hormone تمام الذي يفرز من الانتيريار pituitary gland عندي الهرمون قبل الاخير لوتينيزنج هرمون لوتينيزنج هرمون بدي دي ي Kids كيف تعرفو لوتينيزنج شو يعني لوتينيزنج لوتينيزنج هذا الهرمون الذي يسبق ايش يسبق عملية الولادة وارضاع او ادرار الحليب شو هذا وظيفته اللوتينيزنج هرمون اللوتينيزنج هرمون ايضا هاي معلومة جانبية يفرز من الانتيريار pituitary gland الانتيريار وظيفته ايش يروح عند البويضة هاي الاسايد ويسوي لها maturation ينضج يخلي هاي الأوسايت البويضة يخليها تنضج فيزيد من هرمون البروجسترون والبروجسترون هذا الهرمون لما يزيد بصير فيه عندك هي خلايا المسؤولة عن تكون البويضة فاللوتينيزنج هرمون هو اللي بحفز المتشوريشن نيجي لآخر هرمونين أو آخر هرمون فعليا بسموه برو لاكتن أو اسمه الثاني لاكتوجينيك هرمون من الاسم لاكتوجينيك أو برو لاكتن لاكتو معناها حليب ملك لاكتو جاي من لاكتوز حليب جن معناها ايش زي ما حكينا دايما لما تشوف كلمة جن اكها ينسى ليها هي بس عشان تكون صفة لاكتوجن معناها ينتج حليب فالهرمون هذا ليش احنا الاناث مثلا مش احنا انا مجيش دخل الاناث بيفرزوا حليب لانه في عندي هرمون هذا الهرمون بعد الولادة مباشرة ب24 ساعة بعد الولادة مباشرة هذا الهرمون يفرز وبيروح على الثدي عنده الأنثى وايش بيحفز بيحفز انتاج الحليب فهذا هو البرولاكتن حلوي خلصا من الهرمونات وهو اصعب اشي بهاي المحاضرة فعليا نيجي على بعض المصطلحات اللي بدنا نعرفها اذا شفت كلمة ادرينو او ادرينال اذا شفت هذولا الاثنين عرفنا انه معناها ادريناليقلاند اللي هي الغدة ايش الغدة الادرينال اللي هي شو الكذرية ممتاز فمثلا بحكي لك مثال الادرينو ميجلي شو يعني ادرينو ميجلي ادرينو هاي اللي باللون الاصفر زي ما انتو شايفين معناها ادريناليقلاند زي ما حكينا ميجلي قلنا ميجلي معناها ميجا معناها كبير فهو تضخم الادريناليقلاند ممتاز ممتاز فانت بس قسم هالكلمة نصين واحفظ فيها جلوكو جاي من كلمة جلوكوز وهو السكر واضحة وصريحة فمثلا جلوكوجينيس شو يعني جلوكوجينيس جلوكو معناها جلوكوز طيب جن ممتذكرين كلمة جن هاي وين شفناها وين شفناها هايها 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 جن هسا شفناها جن معناها producing فهو ايش فهاي هي عملية تصنيع the process of producing جلوكوز عملية تصنيع لجلوكوز هي ايش اسمها من اليكليكوجين ما هو اليكليكوجين هو مخازن السكر اللي هو شبيهه من اليستارتش تمام الي هو في النبات نحن في الحيوانات نحن من الحيوانات اليكليكوز الجلوكوجين هو ايش مخازن السكر فعليا المهم أو عفواً عملية هاي لازم تكون عندكم صحيحوها المهم هاي اللي هو بس حطلي بعد إيش بعد الأو وبس كفاء هالو جي إي أن اللي هي عملية تكسير يعني تكسير فهي عملية مخازن سكة لما أكسر المخازن رح يطلع لي سكر اللي هو الجلوكوز فهي عملية تحويل الـ glycogen إلى الجلوكوز بنكرياتو جاي من كلمة بانكرياس وارحة وصريحة عضو من أعضاء الجسم مثلاً بنكريا تايتس ما معنى بنكريا تايتس بنكريا معناها بنكرياس تايتس معناها إيش معناها التهاب فهو التهاب البنكرياس حالة التهاب البنكرياس بنوصفها أنها بنكريا تايتس طيب جونادو هاي جديدة عليكم غونادو معناها إيش؟ معناها الغدد المسؤولة عن الجنس كيف يعني؟ يعني اطلع لي على هاي الصورة في عندي أوفري اللي هو المبيض وفي عندي التستيز اللي هي الخصيتين عند الذكور هذول فعلياً يعتبروا غدد ليش؟ لأنه الأوفري بتفرز البويضة اللي هو أوسايت والتستيز بتفرز إيش؟ السبيرم اللي هو الحيوان المنوي فالجونادو معناها السيكسي جلانز فلما نحكي جونادو تروبين جونادو معناها سيكسي جلانز تروبين معناها إيش؟ معناها يحب الذهاب إلى كذا 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 عشان يغير شيء ما فيها هاي هي تروبين فالجونادو تروبين هو هرمون وين بروح؟ بروح على الجونادز اللي هم السيكسي جلانز عشان إيش؟ عشان يغير شيء ما فيها ويحفز إيش؟ يحفز نمو هذولا الاجلانز الثايرو أو الثايرويد زي ما أنتم عارفين الغد الدرقية فمثلا عندي مثال الثايروتوكسك ثايرو معناها ثايرويد جلاند توكسك شو يعني توكسك؟ يعني سام طيب شو يعني ثايروتوكسك؟ بحكي لك أنه لما يزيد عندك الهرمونات الثايرويد هرمونز اللي هما التي ثري والتي فور لما يزيدوا هذول الاثنين بصيروا بدل مهم يفيدوك يزعجوك زي ما بعرفوه زي ما أنتم بتعرفو كثرة أي شغلة مش كويسة فلما يزيدوا هذول الثايرويد هرمونز بصير عندك رد فعل عكسي بدل مهمة كويسات بصيروا سيئات فلما يصير في عندك excessive amounts of the thyroid hormones بسموها هاي الحالة ثايرو توكسك أدينو لاحظ الفرق أدينو مش أدرينو أدينو بدون الار أدينو معناها جلاند أدرينو معناها أدرينة لجلاند فأدينو معناها جلاند لما نيجي نسمع أدينو باثي باثي شو يعني؟ يعني مشكلة pathology جاي من كلمة مرض أدينو معناها جلاند ففي عندي مشكلة disease مرض موجود إيش؟ موجود في الغلاند أو اللي هي الغدد أو العقد الليمفاوية بشكل رئيسي لا تحفظ لي lymph nodes هذولة إنساني إياها احفظ لي إنها glandular disease ممتاز خلصنا السيستم الأول نيجي على السيستم اللي وراء السيستم اللي وراء وهو بسموه الجهاز الغطائي اللي بغطي جسمك شو هو الانتقيومنتري سيستم؟ اللي هو الجهاز الغطائي كلكم بتعرفوه مكون بشكل رئيسي من أكبر عضو في جسم الإنسان وهي معلومة جانبية أكبر عضو في جسم الإنسان شو هو؟ هو الجلد الاسكن فأكبر عضو مكون من الانتقيومنتري سيستم عفوا مكون من الاسكن وأيضا مكون من accessory organs اللي هو إيش؟ اللي هو شغلات زيادة بتساعد على الغطاء في جسمك زي إيش؟ زي الهير شعر شعر يساعد على الغطاء نيلز اللي هم الأضافر سيبيشيسي جلانز اللي ذكرت لكم إياهم سابقا وقلنا إنهم مش من الاندوكراين هما إكزوكرايني جلانز سيبيشيز اللي هي الغدد المفروز الغدد المسؤول عن إفراز السيبم اللي هو الزيت أو اللي هي الدهون اللي موجودة على وجهك فمثلا واحد عنده بشرة دهنية عنده السيبيشيسي جلانز زايدة سويت جلانز وهي الغدد المسؤول عن إفراز العرق طيب شو وظيفة الانتي جيومنتري سيستم الجهاز الغطائي اللي بغلف جسمي من الخارج بحكي لك الوظائف سهلة وصريحة أول شغلة سينسوري ريسبتر إحساس مثلا لما تيجي تلمس هون بكون في عندك مستقبلات للإحساس فبتحس مثلا سخم بارد لمستك ضربتك بتحس ثاني شغلة حماية مهم جدا طبعا الجلد والشعر وكل إشيه بيمنع من دخول المايكروبات إلى الجسم ثالث الشغلة temperature regulation ينظم إيش الحرارة في الجسم وبالذات مين اللي بنظمها هي sweat glands زي ما حكينا إذا كنت أنت حران الجو حر تبلش إيش تبلش تفرز عرق هاي العرق وظيفته إيش يبرد جسمك طيب إذا كان الجو بارد تبلش إنت إيش ترعش هاي الرعشة هي فعليا شو هي من الميكانيزمز عشان أنت تدفي جسمك أيضا في عندك fluid secretion واحدة من الوظائف إنها تفرز الفلودز اللي هي السوائل زي العرق والزيت فنيجي على بعض التيرمز السهلة والسريعة ما رح تتغلبوا فيها adipose adipose هاي شفتوها قبل معناها fat معناها دهون فلما تشوف كلمة adipose معناها شغلة إلها علاقة بالدهون relating to fat دهني فمثلا رح تشوفوا adipose tissue اللي هو النسيج الدهني تمام فالأديبose معناها fat طيب alopecia شو يعني alopecia alopecia معناها صلعة تمام boldness هاي lack of hair in spots يعني لا تحفظوها بس اعرف لي alopecia افهمها فهم لا تحفظها alopecia معناها صلعة يعني فboldness معناها alopecia ما في عندك أي شعر collagen الكولاجين كلكم تعرفوه هو واحد من أهم البروتينات الصلبة والمرينة بنفس الوقت فمثلا العظم عندك شايف العظم العظم مكون من بروتين مهم جدا اسمه الكولاجين الكولاجين وطبعا معادن اللي هو كالسيوم وإلى آخره الكولاجين إذا ما كان موجود عندك في العظم عظمك بصير هاش وبينكسر بسرعة ممتاز طيب الكولاجين أيضا وين موجود موجود عندك في العظل موجود عندك في أماكن عدة فمثلا الفليكسبلتي المرونة هاي اللي موجودة بالعظل مين بعطيك إياها بعطيك إياها الكولاجين وبعطيك الصلابة في نفس الوقت فبديك تعرف إنه هو بروتين موجود ليش وشو وظيفته إنه صلب tough وفليكسبل مرن في نفس الوقت طيب الآن الديرمس والإبيديرمس هذول الاثنين تركوا لي إياهم ثواني بس تمام تركوا لي إياهم ثواني رح نرجع لهم خلينا نعرف الشغلات الثانية أول شغلة ديافوريسز شو يعني ديافوريسز ديافوريسز هو مصطلح بنطلقه لما يكون فيه إيش لما يكون فيه عندك تعرق اللي هي السويتنج فعملية السويتنج التعرق هاي طبيا وإحنا دكاتران فلسفين يعني ما بنحبش نترك سويتنج سويتنج اللي هي عملية إفراز العرق من الغدد العرقية هاي بسميها إيش بسميها ديافوريسز طب ممتاز الهير فوليكل شو هي الهير فوليكل وأضحو فوليكل معناها خصلة هير معناها شعر فهي خصلة الشعر بحكي لك الهير فوليكل هي تيوب لايك ساك in the dermis out of which هير شافت ديفولوبس شو يعني هذا الكلام بدي إياك تعرف شغلة واحدة هي تيوب لايك ساك which هير شافت ديفولوبس شو يعني يعني إذا جيت تطلع زومنا 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 شايف هذا هاي خصلة الشعر هاي 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 بسميها شافت هو جزء من الشعر بسميه شافت شايف هاي الخصل اللي هون هاي بسميها الهير فوليكل تمام الهير فوليكل بحكيني إنها موجودة في طبقة من الجلد بسميها الديرمس طيب فمثل زي ما انتو شايفين هاي الهير شافت هايو هطلعك عليها الهير شافت انزل 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 بتلاقي إيش بتلاقي إنه في عندك هون الهير فوليكل اللي هي خصل الشعر وهون جذر الشعر طيب ما هو الهير فوليكل هذا خلينا شوي بس ثواني نشوف رح أرجع لكم عليه طبعا الهير فوليكل خلص فهمناه هي خصلة الشعر بس شو معناه اندى ديرمس قلت لكم تركولي الديرمس اللي بديرمس شوي عشان نعرفه طيب الانتيجيومنت هاي هون بالتفريغ طبعا محطوط غلط الانتيجيومنت مش هذا الكلام الانتيجيومنت شو يعني انتيجيومنت يعني شغلة إلها علاقة بالانتيجيومنتري سيستم سواء جلد أو أكسيسوري أورغانز تمام يعني أنا آسف على هالغلط المطبعي بس أنه مشهولي إياها كل البشر خطائي تمام فالانتيجيومنت بدي ياك تكتب لي إنها skin or something relating to the انتيجيومنتري سيستم طيب الكيراتين ما هو الكيراتين كلكم تعرفوا بروتين وكيراتين وعطيني كرياتين للشعر ومش عارف إيش فالكيراتين ما هو الكيراتين هو بروتين مسؤول إيش مسؤول عن يعطيك النيلز والهير اللي بيجي بحكيلي الكيراتين هو المركب اللي أنا بأكله مع البروتين هذا ملهوش علاقة هذك اسمه كرياتين مش كيراتين كرياتين هذك بينما الكيراتين الكيراتين هو المسؤول عن الشعر بروتين مسؤول عن الشعر والأظافر بنفس الوقت الميلانين زي ما حكينا هي صبغة pigment هاي الصبغة مين اللي بفرزها الميلانوسايتس زي ما اتفقنا وهاي وين موجودة أو شو بتحدد الميلانين هي الصبغة اللي بتحدد لون الشعر لون الجلد ولون العين تمام هاي هي الميلانين طيب الدرمس والإبي درمس ما هم هذول الاثنين باجي بحكي لك تطلع لي على هاي هاي هي الجلد فعليا لو جيت مسكت الجلد وسويت عليه زوم بتلاقي فيه عنده ثلاث طبقات طبقة اسمها إبي درمس إبي شو يعني فوق إبي درمس معناها جلد إبي درمس الطبقة فوق الجلد بعدين بيجي وراها درمس اللي هي الجلد فعليا وهي أكبر طبقة زي ما انتوا شايفين أكبر طبقة بعدين في عندي شغلة بسميها سب كيوتانيوس تيشو أو إيش بسميها هايبو درمس هايبو درمس يعني تحت الدرمس أو سب كيوتانيوس يعني سب يعني تحت كيوتانيوس أيضا معناها جلد فهو سب كيوتانيوس هذا هو الجلد تمام الجلد مكوّم من ثلاث طبقات طيب شو كنا نحكي عن الشعر الشعر بيقولك إنه الهير شافت شايفها عفوا الهير فوليكل خصلة الشعر وين موجودة لاحظ لاحظوا يموجودة بالدرمس تمام فخصلة الشعر موجودة في طبقة الجلد اللي بسميها الدرمس اللي هي الطبقة الثانية ممتاز ممتاز جدا طيب الآن بحكي لك بعض الكمبايننج فورمز السهلات اللي مش محتاجات أي شي درماتو زي ما حكينا من الدرمس معناها سكن طيب ممتاز طب الدرمتايتس ايتس معناها انفلميشن التهاب درماتو معناها سكن فهو التهاب الجلد حلوين لايبو جاي من كلمة لبيدز تمام لايبو جاي من كلمة لبيدز فمعناها ايش فات اللي هو دهون فاتي فمثلا لايبو سكشن سكشن شو يعني اني انزع زي ايش لما ااجي لما ااجي اجيب ابرة شايفين الابرة هاي اللي هي نسيت شو كانوا يسموها المهم لما اجيب الابرة هاي الابرة لما ادخلها واسوي عمليات سحب الدم هاي انا بسميها سكشن اوف بلد سحب للدم نفس الموضوع لايبو سكشن هو ايش هو سحب اني انا اسحب اللي هما الانوانتد فات الفات اللي هما الليبيدات والدهون اللي انا مش عاجبيتني اشيلها عن طريق تيوبز اللي هما ايش عن طريق ذكرت اسمها السرنجة تمام السرنجة هاي لما ااجي ادخلها على الجسم واسحب الفات يطلع لي فيها فات هاي السرنجة اللي هي التيوبز بسحب فيها بيطلع لي الانوانتد فات الفات اللي انا مش محتاجه في الجسم طيب ميلانو والله لا 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 المهم ميلانو زي ما قلنا معناها ايش معناها ميلانين والميلانين هو صبغة هاي الصبغة فعليا لما نيجي نحكي عن الجلد بكون شو لونها لونها داكن او بلاك فالناس اللي بشرتهم سودة ذووا البشر البشر السوداء بكون في عندهم صبغة الميلانين بالزيادة فبتكون بشرتهم سوداء فمثلا عندي ميلانو هذا الميلانو او ما قلنا بالآخر شو يعني معناها ماس اور تيومر اللي هو ورم ميلانو فهو ورم في الميلانين او الميلانوسايتس فبيحكي لك الميلانو هو ايش هو ورم ماليجنانسي اللي هو سرطان فعليا نحنا بنعرف النص الورم اللي هو تيومر يا بكون بناين ورم حميد او ورم خبيف اللي هو الماليجنانت الماليجنانت فورم اللي هو السرطان فعليا فالسرطان اللي بكون سرطان الجلد هذا اللي انتو بتعرفوه الميلانوسا اللي هو لما تتعرض للشمس كثير سرطان الجلد بسميه ميلانوم اللي هو ماليجنانسي شو سببه سببه انه الورم او هذا السرطان خلايا المسؤولة عن الميلانين صارت موجودة بزيادة وتورمت طيب زيرو تلاحظ هاي زيرو مش إكزر هاي زيرو زيرو معناها دراي جاف فزيرو ديرما ديرما شو يعني؟ يعني جلد زيرو جاف فهو جلد جاف دراينس أوف دسكن جفاف الجلد اسمه زيرو ديرما طيب لو بتعرفوا البلو لو ما عنديش مخدة بس دايما بالانجليزي بلو معناها مخدة طب انت لما تنام على المخدة مشو بتحط عليها؟ شعرك فالبيلو معناها شعر لما تيجي تحكي بلو سستك سست يعني إيش؟ تكيس فبيلو سست فهو إيش؟ تكيس الجلد اللي موجود معاه هير فمثلا في ناس بكون في عندهم تكيس هنا فوق العين أو بالجفن أو بأي مكان هذا التكيس بكون معاه شعر بسميه البيلو سست طيب سيبو جاي من كلمة سيبم اللي هو المركب أو العر أو عفوا الزيت اللي بتم إفرازه من السيباشيس جلاند وهذا الزيت زي ما قلنا بنسميه سيبم فاختصاره سيبو إذا شفته في بداية الكلمة فمثلا بيحكي لك سيبو رية رية شو يعني؟ يعني زي ما جاي من شبه ديارية اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الإسهال هذا هو الديارية طيب السيبو رية هو إيش؟ هو لما أنت تفرز سيبم من السيباشيس جلاند بإيش؟ بكميات هائلة فلما يكون في عندك إكسيسيف سيبم لشو سبب الإكسيسيف سيبم هاي؟ ليش أنت بتفرز دهون أو زيوت بكثرة؟ سببه أنه السيباشيس جلاند صار في عليها أوفر اكتيفتي تحفزت بشكل كبير فالأوفر اكتيفتي أوفذا سيباشيس جلاند اللي هي الغدد الزيتية بصير في عندك إيش؟ زي ما بيحكوها بشرة زيتية أو بشرة دهنية شو هي البشرة الدهنية هاي؟ أنه السيباشيس جلانز هاي الغدد الدهنية أفرزت دهون أكثر من اللازم طيب استياتو استياتو معناها فات أيضا معناها دهون زي مثلا استياتايتس شو هي الاستياتايتس؟ هو انفلميشن آيتس معناها انفلميشن وستياتو معناها فات فهو انفلميشن طيب ترايكو شو يعني ترايكو؟ أيضا معناها هير زيها زي مين؟ زي بيلو فترايكو باثي هي مشكلة ديزيز باثي معناها ديزيز اللي هو مرض ترايكو معناها هير فهو مشكلة في الشعر طيب زانثو زانثو هاي إيش؟ ما حداش يقول لي ايك زانثو؟ لا هاي زانثو زانثو معناها أصفر مصفر يعني فلما تيجي تحكي لي زانثوما ما هو الزانثوما؟ هي حالة إنه الجلد عندك بصير لونه أصفر ما يجي وحكي لك يجي واحد يقول لك شكلك مصفر شكلك مصفر مريض انت فيه شي مصفر هاي حالة الإصفرار اللي بتكون بالجلد بسميها زانثوما اللي هي إيش؟ اللي هي تصبغ الجلد باللون الأصفر ممتاز طيب مايكو مايكو شو يعني؟ يعني فانغس اللي هو فطريات فمايكوسيز معناها إيش؟ معناها أي حالة إلها علاقة بالفانغس مايكو شوفناها سابقا إنها فانغس بس بنرجع نعيدها مايكو معناها فانغس فمايكوسيز هي أي مرض أو أي حالة إلها علاقة بالفانغاي الفطريات هايدرو ومش بالواي بالآي ما ركز معي بالآي مش بالواي بالواي معناها إيش؟ معناها auto أو هايد reven أو إلى آخره هايدرو بالآي معناها sweat أو sweat gland اللي هو العراق اللي بتفرزه من الغدد العراقية فهايدروسيز هي ايش هي production and execution of sweat عملية التعرق بنسميها ايضا هايدروسيز طيب كيراتو شو معني كيراتو كيراتو جاي من كلمة كيراتين بتعرفوا شو الكيراتين الكيراتين كلكم بتعرفوا اللي هو الشعر والنيلز وهاي البروتين اللي موجود فيهم فالكيراتو معناها هورني تيشو تيشو ايش اللي هو صلب فعليا وبنفس الوقت ايش موجود هيك بالغطاء بالانتيجيومنتري سيستم فمثلا كيراتوسيز ما هي الكيراتوسيز الكيراتوسيز انه ايش انه يكون في عندك بالجلد طبقة هيك خشن شوي زي الثالولة بسموها هاي الثالولة لما تكون الطبقة خشن شوي بنسميها كيراتوسيز فهي skin legion زي شغلة تصبق او جرح بالجلد covered by مغطة بهورني لاير هاي هورني لاير شو يعني؟ يعني طبقة خشنة من الجلد بسميها الكيراتوس طيب بعض البريفكسز سريعات جدا كيوتينيوس زي ما قلنا معناها skin ديرمل معناها skin زي الديرمس epidermal شو هي ال epidermal حكينا لها علاقة بطبقة اللي فوق الجلد اللي هي upon the skin hypodermic زيها زي subcutaneous هاي لاحظ subcutaneous وهايبوديرمic الاثنين معناها ايش under the skin لو رجيتكم الصورة هاي subcutaneous او hypodermis اسمها الثاني هاي subcutaneous تمام اللي هي under the skin intradermal شو يعني intradermal intra معناها في الداخل within dermal معناها في الجلد فمعناها في نوع من الابر بسميه intradermal اللي هو injection اللي هي ابرة او اني اعطي ابرة في الجلد هاي الابرة في الجلد بسميها intradermal injection شو معناها within the skin angle شو يعني angle angle معناها اشي الو علاقة بالاضافر وهاي مهمة الانقول بحيث انه يعني ممكن تنسوا هاي الوحيدة اللي ممكن تنسوها الباقي باذن الله ما رح تنسوه طيب الجهاز الثالث معنا اليوم musculoskeletal system الجهاز الحركي والعضلي الجهاز الحركي والعضلي بيحكي لي شو ضايفه والضايفه انه بيثبتلي الجسم بيعطيك الدعامة العظم والعضل وعظم بيعطيك دعامة في الجسم وايضا يحمي الانتيرنال اورغانز يحمي الاعضاء الداخلية فمثلا القفص الصدري بيحمي ايش؟ بيحمي اللونغز اللي هم الرئتين فالرئتين لو انا ضربت هون ليش انا مش قاعدة اضرب الرئة؟ لانه في عندي عضل وبنفس الوقت في عندي عظم هذولا بسميهم المسكيلو سكيلتال سيستم الجهاز العظمي والعضلي اللي هو الجهاز الحركي فعلياً بيحمي الاعضاء الداخلية نفس الموضوع انه شو بيعملي؟ بيعملي point of attachment for muscles يعني العضل مثلاً هاي عندي عضلة البوي تمام؟ الباي ليش مش طالعة من مكانها؟ يعني الباي اكيد مربوطة مع ايش عشانها مش طالعة من مكانها الباي عضلت الباي مربوطة مع عظمهون وعظمهون فلما تكون مربوطة مع عظمهون وعظمهون بتثبت مكانها وما بتطلع فالpoint of attachment بتعطيك مكان لارتباط العضلات العضلات بتصير ترتبط بالعظم فالعضلات بصير امورهم تمام ما بنفكه ولا بيفلته لذا ما كان عندك عظم عضلات بس بتلاقي حالك ايش العضلات كلها فايتة ما في ايش يرتبطوا ببعض ما في اي ايش طيب ايضا بيحكي لك produces blood cells وبالذات العظم رح تدرسوا بالمستقبل انه كل خلايا الدم يتم افرازهم من العظم من نخاع العظم فعليا من البون مرو من نخاع العظم فاذا واحدة من وظائف العظم انه يفرز لي او يصنع لي خلايا الدم فهي واحدة من وظائف المسكوليسكليتال سيستم وايضا العظم زي ما بنعرف انه يخزن المعادن كالسيوم فوسفورس والى اخره فالانترنال فريمورك of the body حركة الجسم كلها مسؤول عنها المسكوليسكليتال سيستم طيب نيجي نتحدث عن شغلات انتو غا يعني هذا السيستم بالذات غالبكم بيعرفو شو يعني بون بون معناها عظم فالعظم هو نوع من الانسجة في جسمي هاي الانسجة من الجسم عندي اربع انواع من الانسجة كونكتف تيشو ماسكولر تيشو ونيرفز تيشو وابيثيليال تيشو هذولا الاربع انواع من التيشوز من الانسجة موجودات في جسمي يكونوا كل الجسم البون فعليا هو واحد من الكونكتف تيشو بسميه النسيج الضام ليش النسيج الضام؟ لانه بيضم اكثر من شغله مثلا عظلة هون وعظلة هون مين اللي بربطهم مع بعض بيضمهم مع بعض هو البون وايضا هو هارد صلب انتو بتعرفوا البون ممنوع او مش ممنوع يعني ما بتقدر تكسره باي حالة من الاحوال الا اذا كان يعني دعست سيارة وقعت وقع الى اخر وبتكون لي الهيكل العظم طيب ارتكيولر شو هو الارتكيولر؟ بيحكيلك بين المفاصل انت في عندك غضاريف كارتيلج تمام؟ الغضاريف هاي اللي موجودة عند المفاصل بسميها ارتكيولر ارتكيولر يعني احتكاك بين المفاصل فالغضروف اللي بكون بين مفصل والثاني مثلا مفصل الكوع شايف هذا المفصل ومفصل كوع بين عظمة وعظمة فالمفصل الجوينت هو مفصل بين عظمة وعظمة ارتباط عظمة مع عظمة بسميه جوينت هذا الجوينت ما بقدر يكون عظمة مع عظمة مباشرة ولا بكون ايش؟ بكون فيه احتكاك قوي ففيه سائل هيك مادة سائلة على صلب شوي سائلة مع صلب ميكس يعني بسميها الغضروف هذا الغضروف اسمه الارتكيولر طيب شو يعني بيري اوستيوم نقسمها واحدة واحدة بيري يعني حول اوستيوم معناها عظم من هسا رح تعرفوها كمان شوي تحت هايها طبعا تواني هايها اوستيو معناها عظم بون فبيري اوستيوم معناها شغلة حول العظم ممتاز جدا فالبيري اوستيوم بيحكي لك هو غشاء غشاء مكون من الياف هاي الالياف بتحوط يعني بتحوط وبتكفر the surface of the bone يعني كل عظمة عندك في عندها ايش في عندها طبقة من الغلاف الغشائي اللي بحوطها هذا الغلاف الغشائي اللي بحوط هاي العظمة بسميه بيري اوستيوم الكالسيوم والفوسفرس مش محتاج اي تعريف هما معادن مهمات جدا في تكون العظام وانتو زي ما بتعرفو شرب حليبة كثير شوف الصحة كيف بتصير شرب حليبة كثير بقوال عظم ومش عارف شو ليش الحليب لانه فيه كالسيوم وفوسفرس كارتليج ما هو الكارتليج هو ايش هو ايضا connective tissue نسيج ضام يضم مين ومين يضم عظمة مع عظمة فهو flexible هو مرن وين بتلاقي بالجوينس بالمفاصل وايضا بحكي لك ايش بتشوفه بالفيتالسكيلتون يعني الطفل ليش بكون مرن لانه العظم مش كله تكون العظم لسه في بعض العظام هما كارتليج هما غضاريف والغضروف هو فعليا لا هو صلب ولا هو سائل يعني هو مادة زي ما زي ما نحكي زي بتشبه اقرب مثال عليها زي السيليكون لا هو صلب ولا هو يعني سائل تمام فبعض الاطفال بكون لسه الجسم الهيكل العظمي ما تكون عندهم ففي عندهم كارتليج كثير فبكون connective tissue flexible وايضا lining of various parts of the body بتلاقي في بعض الاماكن في الجسم كارتليج اللي بهمني وين شو اللي بهمني هذا الكلام كله ما بهمني كثير ثواني 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 اللي بهمني هذا الكلام هو connective tissue flexible مرن فلما يكون مرن وين بيكون موجود بين connective tissue نسيج ضام بيضم مين ومين بيضم عظمة مع عظمة بينهم بالمفصل هذا بكون في جواته كارتليج طيب ما هو ligament ligament هذا يسمى بالعربي الرباط الرباط شو هو بيربط عظمة مع عظمة لاحظ المفصل هو فعليا ايش هو فعليا عظمة وعظمة ملتقين مع بعض هذا هو المفصل joint بيكون في بينه عشان يقلل الاحتكاك كارتليج اللي هو غضروف الان بيكون في عندي رباط رابط هاي العظمة مع هاي العظمة رباط هذا الرباط بسميه ligament تمام اللي هو رباط يدعم العظم المرو ما هو المرو المرو هو نخاع العظم تمام البون مرو هو نخاع العظم بيحكيلك يعني العظمة هي فعليا ايش connective tissue فهاي العظمة هي connective tissue داخل العظمة زي كيف بدي احكيلك انه هيك اعتبرها هاي الغرشة هاي الغرشة هي العظم داخل الغرشة هون في عندك نخاع العظم نخاع العظم هذا بيكون ايش بيكون غني جدا بالمعادن والغذاء nutrients وإلى آخره ليش لأنه بيصنع لي الرد أو عفوا بيصنع لي blood cells طيب المسل هي العظل معروفة جدا contract tissue قابل الانقباض وإلها وظيفة في الحركة زي ما انتو عارفين musculoskeletal شو يعني musculoskeletal هو الجهاز المسؤول عن دراسة المسلز والسكليتون اللي هو العظم بنفس الوقت طيب osteoblast بلاست دايما قلتلكم شو يعني يعني immature غير ناضج طيب osteo معناها عظم فبيحكيلي العظم الغير ناضج اللي مسؤول عن إنه يكون للعظم الناضج يعني بيقول عندي خلية عظم غير ناضجة مع الوقت بتنضج فبتصير خلية عظم هاي الخلية الغير ناضجة بسميها osteoblast فسل ذات forms bone بالآخر بسميها osteoblast طيب نيجي على بعض الcombining forms arthro جاي من كلمة joint مفصل تمام اللي هو بين العظم والعظم زي مفصل الكتف مفصل الكوع مفصل الركبة وإلى آخره فمثلا في عندي مثال اللي هو arthrogram شو يعني arthrogram gram يعني زي صورة arthro معناها صورة للمفصل فهو x-ray of a joint صورة صورة x-ray للمفصل بسميها arthrogram أيضا في عندي مثال مهم جدا اسمه arthritis اللي هو arthro معناها joint itis معناها التهاب فهو التهاب المفاصل بسميه arthrogram مهم جدا break you شعني break you جاي من كلمة arm break you اللي هي هاي شايف هاي المنطقة هاي اسمها الbreak you طيب فمثلا بيجي بيحكي لك break you سفلك ما معنى break you سفلك break you معناها arm طيب سفلك سفلك معناها دماغ فإذن هي شغلة لها علاقة بالدماغ واليد relating to both arm and head هاي بريك سفلك طيب carpo carpo جاي من كلمة wrist اللي هو الرسغ هذا شايف الرسغ الرسغ بسميه carpo في الرسغ اللي هو الكارpo أشهر مثال عليه مثال بسميه carpo pedal ما هي carpo pedal carpo معناها wrist pedal شو يعني pedal معناها القدم carpo هي الرسغ اليد وpedal معناها القدم فمعناها شغلة لها علاقة بالرسغ اليد وقدم الرجل طيب سفاله سفاله قبل شوي حكيناها معناها head فمثلا سفاله ميجلي ذكرناها بالمحاضرة الأولى هاي سفاله معناها head ميجلي معناها تضخم mega كبير فسفاله ميجلي هو تضخم ال head طيب cervic شو يعني cervic cervic أو cervico معناها العنق هاي منطقة العنق بسميها cervical region تمام اللي هي منطقة العنق cervical فservico معناها neck وأشهر مثال عليها cervicodynia شعني cervico معناها عنق dynia معناها pain ألم فهو ألم العنق لو ما يقول لك متخدر مش قدر اللف رقبتي فهي ايش cervicodynia أيضا في عندي كوندرو كوندرو جاي من كلمة cartilage تمام فكوندرو بلاست شو أني كوندرو بلاستي كوندرو بلاستي يعني ايش بلاست يعني زي جاي من كلمة بلاستيك تمام في عندي بعض العمليات اللي أنا بجيب مثلا بلاستيك أو سيليكون أو أي شغلة أو شغلة صناعية وبعوض شغلة بالجسم مثلا ممكن أنا أبدل مفصل ركبة فبسميها أو ممكن مثلا أسوي عمليات تجميل عمليات التجميل بسميها ايش بلاستيك سيرجيري اللي هي ايش أنا بجيب شغلات خارجية وبحاول أجمل فيها الجسم كوندرو بلاستي فهي سيرجيك الريبير اني أنا اجي أصلح الكوندرو شو الكوندرو اللي هو الكارتليج طيب كوستو كوستو جاي من كلمة رب طيب اللي بفيكم بروح على المطاعم بعرف انه الأضلاع أضلاع البقر والأضلاع والريش وهي الشغلات غالية تمام فكيف بدياك تحفظها الأضلاع غالي كوست عالي تمام فالريب كوستي فورم شو يعني كوستي فورم فورم معناها شكل فورم شكل كوستي فورم معناها شكله يشبه شكل الأضلاع رب ريش كرانيو طيب شو كرانيو جاي من كلمة كرينيال شو الكرينيال اللي هي بتشبه سفاله معناها ايش معناها اللي هي الجمجمة فكرينيوتومي أوتومي شو معناها؟ معناها انسجن يعني إيش انسجن؟ يعني أنك أنت جاي وعامل شق بدك تفتح وتدخل على الادماغ فانسجن into the skull اسمه كرينيو أوتومي طيب داكتيلو شو يعني داكتيلو؟ داكتيلو معناها توز أصابع سواء أصابع القدم أو أصابع الرجل أصابع القدم أو الرجل حلو أصابع القدم أو أصابع اليد بسميها داكتيلو طيب عندي أشهر مثال داكتيلو معناها fingers أو توز ايتس معناها inflammation فهو inflammation of the fingers or the toes مايو درسناها كثير ماي جاي من كلمة أم اللي هي تشوف طلع بس تشوف كلمة أم مصهل مصهل مباشرة مايو كارديوم فهي كارديوم معناها قلب مايو عضلة فإذن هي عضلت القلب وين قلنا موجودة مراجعة سريعة موجودة وين بعد الاندو كارديوم وتحت الإبي كارديوم هاي هي المايو كارديوم فهي الطبقة الوسطانية من القلب وهي طبقة القلب الفعلية fibro جاي من كلمة fibers الياف فمثلا fibroma اوما شو يعني اوما؟ اوما معناها tumor اللي هو خلنا نحكيها ما بدنا نحكي سرطان لأنه احنا حكينا لتيومر الورم يا ممكن يكون ورم حميد يا خبيث fibroma هو واحد من الأورام اللي هو الكتل اللي بتكون بالعادة حميدة وبكون fiber صح الياف ولكنها يعني ما بتأثر على الجسم فهو الفيبرومة واحد من اللي تيومرز الأورام اللي بسميها benign ما بتكون ايش ما بتكون سرطان وين بتكون بما انهم fibros ففي عندي بالfibros tissue بالنسيج اللي في طي مييلو شو يعني مييلو مييلو معناها spinal cord اللي هو النخاع الشوكي او البون مارو فمييلو بشكل عام معناها نخاع تمام؟ في عندي نخاعين بالجسم نخاع شوكي اللي هو ال spinal cord وفي عندي نخاع العظم اللي هو اسمه بون مارو فلما نيجي نحكي مييلو نحنا بنقصد واحد من هذول الاثنين مييلو سست مثلا هو ايش؟ سست معناها تكيس ففي عندي كيس في وين؟ في البون مارو او في ال spinal cord ولكن بالعادة بكون في البون مارو فهو سست كيس موجود في البون مارو حلوين osteo زي ما حكيناها bone osteo arthritis مثلا osteo معناها عظم arthro معناها joint itis معناها inflammation فهو the inflammation التهاب العظم الاستيو والعفوا الجوينتس اللي هي الarthritis erogen of cartilage bone and with joint pain joint bone والcartilage طيب شو البتلة؟ البتلة شايفين الصابونة هاي اللي هي الركبة صابونة الركبة بسميها البتلة فالبتلة هي الني اللي هي الركبة فمثلا في عندي عملية مشهورة جدا اسمها البتلوكتومي ما هي البتلوكتومي؟ اكتومي يعني اني استأصل استأصل اللي هي صابونة الركبة فهي استأصال البتلة الركبة عندي pedi او pedo زي ما اتفقنا فوق هاي زي ما انتو شايفين هون carbo pedal pedal قلنا معناها foot فpedal او pedo معناها foot في عندي جهاز مشهور جدا هنا بالساعة وكل مكان موجود البيدوميتر اللي هو اللي بيقيس لك عداد الخطوات اللي انت مشيتها هو البيدوميتر طيب pelve pelvi او pelvo جاي من كلمة pelvis ما هو pelvis pelvis هو الحوض تمام فالحوض بسميه pelvis عندي اشهر مثال على هاي الكلمة pelviscope ما هو pelviscope scope معناها منظار او صورة بشكل عام او الجهاز اللي بشوف في الحوض pelvis pelvis حوض فهو الانسترمنت المادة اللي بشوف فيها اللي هو pelvic cavity اللي هو الحوض بشكل كامل لما اجي ادخل عليه منظار واشوفه هذا المنظار بسميه pelviscope vertebra جاي من كلمة vertebra واضحة وصريحة فقرات زي vertebra column اللي هو العمود الفقري فvertebra arterial شو يعني vertebra arterial vertebra معناها vertebral اللي هو العمود الفقري arterial معناها arteries اللي هم الشرين فrelating to vertebral artery or to vertebra and an artery يعني vertebra arterial يعني يا اما شريان ماشي في الvertebral column او شغلة لها علاقة في الvertebral column وايضا في الارتري راكيو شي يعني راكيو راكيو معناها spine اللي هو الشوكي النخاع الشوكي فراكيو ميتر ما هو الراكيو ميتر الراكيو ميتر زي كيف الراكيو كيف بحفظها لاني راكي هيك تمام فلما اكون راكي بكون العمود الفقري قام عاملي زي هيك فاللي بقيس الكيرفيتشر اللي بقيس الالتوائية لهذا الاسباين بسميه راكيو ميتر فبيقيس الاسباين كيرفيتشر ستيرنو ما هي الستيرنو هي جاي من عظمة الستيرنم هاي الستيرنم هي انا في عندي عمود عمود في عندي قفص صدر يمين وقفص صدر يشمال اللي بربطهم مع بعض هي عظمة بسميها الستيرنم موجودة هون راح تدرسوها بالاناتومي ستيرنو داينيا شو يعني؟ يعني في عندي ألم في منتصف الصدر في عضلة الستيرنم اللي موجودة هون فستيرنو داينيا داينيا هي ستيرنم باين ممتاز جدا نيجي الآخر سيستم معانا لليوم هو النيرف السيستم الجهاز العصبي الجهاز العصبي بداية بدنا نتعرف عليه بشكل سريع هذا هو الجهاز العصبي الجهاز العصبي مكون من عندي من الادماغ تمام؟ هذا هو البرين ومن الادماغ بيطلع في عندي السباينر كورد اللي هو النخاع الشوكي اللي هو مجموعة من الأعصاب ماشيين في العمود الفقري بسميهم النخاع الشوكي يعني زي كأنه في عندي عمود فقري هيك وماشي عليه أعصاب بسميهم السباينر كورد أو النخاع الشوكي من النخاع الشوكي هذا بيطلع في عندي عدة أعصاب إلى أماكن الجسم ممتاز ممتاز طيب إحنا لما نيجي ندرسه بنقسم الجهاز العصبي إلى جهازين فرعيات جهاز بسميه Central Nervous System أو CNS Central Nervous System هو الجهاز العصبي المركزي طيب ليش بسميه مركزي لأنه ماشي بمركز الجسم اللي هو بالنص شو اللي ماشي بالنص الbrain والspinal cord النخاع الشوكي هذولا هم Central Nervous System وأي عصاب ثانية ما إلها علاقة بالspinal cord والbrain بسميهم ايش بسميهم بالperipheral nervous system أو الPNS أو الجهاز العصبي الطرفي فالجهاز العصبي الطرفي هو ايش فعليا اي عصب مش من اي عصب مش من الbrain او مش من الspinal cord بسميه من او بصنفه من الجهاز العصبي الطرفي فالجهاز العصبي الطرفي مكون من 12 جوز من الكرينيال نيرفز من الاعصاب اللي موجودة في الوجه الذي تغذي منطقة الوجه والعنق وفي عندي 31 بير اللي هو 31 زوج من الspinal نيرفز اللي هم اعصاب تخرج من الspinal cord وبتروح الى خارج الجسم زي ما انتو شايفين هذا واحد من الspinal nerve هذا واحد هذا واحد وإلى آخر فمهم جدا تعرف لي انه cns central nervous system هو الbrain والspinal cord العقل او عفوان الدماغ والنخاع الشوكي وفي عندي peripheral nervous system الpns مكون من اي عصب خارج هذول الاثنين فمثلا في عندي 12 pair من cranial nerve يغذوا منطقة الوجه والعنق وفي عندي 31 زوج يغذوا منطقة الظهر والرجل وإلى آخر خارجين من lspinal nerve طب نيجي على بعض definitions السريعات brain ما هو الbrain هو العقل فbody organ هو واحد من أعضاء الجسم مسؤول عن كل الجسم فهو المركز الرئيسي في الجسم فالعضو الرئيسي في الجسم اللي بتحكم في كل إشي كل وظائف الجسم كل إشي هو الدماغ فإذن الbody's function مين اللي بيعمل لها control هو الدماغ مين اللي بيخليك تتفاعل مع العالم الخارجي ومثلا إذا واحد إجا لمسك هسا إذا عصبي للمثال خلنا نأخذ مثال واقعي أكثر إذا واحد إجا وحرقك ليش أنت بتنقذ وبتعمل المستشعرات هون المستشعرات هاي اللي هون راحت عن طريق الأعصاب ووصلت لوين وصلت للنخاع الشوكي اللي هو اللي شفناه قبل شوي اللي موجود هون النخاع الشوكي ودى هاي الإشارة للدماغ الدماغ عمل لها process ورجع إيش رجع أمر لنفس النخاع الشوكي والنخاع الشوكي رجع رجع لأمر هون إني إيش حرك إيدك هذا الإشي سخن كثير تمام فهاي وظيفة الbrain ما هو الbrain stem عشان نعرف ما هو الbrain stem لازم نشوف صورة هون ثواني بس هاي الbrain والspinal cord زي ما أنتوا شايفين باللون الوردي هو central nervous system باللون الأصفر هو peripheral nervous system طيب هذا الbrain عشان نعرفه لازم نشوف الصورة هاي بقولك أنت في عندك جذع الدماغ جذع الدماغ هو هذا هاي منطقة الدماغ بس مكسومة نصين الدماغ بيستمر لتحت هون هيك بأنه يرتبط بمين بالspinal cord بالنخاع الشوكي فالنخاع الشوكي بيستمر هون النخاع الشوكي مين اللي بربط النخاع الشوكي مع الدماغ هو الbrain stem جذع الدماغ فإذن brain division هي منطقة من الدماغ التي مسؤولة عن التحكم ايش مهمة جدا هاي الbrain stem مهم جدا 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 هو المكان الرئيسي اللي بتحكم بنبض القلب واللونغز والفجوال functions اللي هي الوظائف المرئية للعين فمين اللي مثلا انت هسا بدك تشوف هاي الشغلة هاي الشغلة كيف تحرك عينك يمين شمال كل هاي الشغلات المكان الرئيسي بالدماغ شوفوا احنا دماغ كل مكان بالدماغ مسؤول عن وظائف معين المكان الرئيسي المسؤول عن وظائف القلب وكيف بنبض والحركة هاي اللي انت ما بتتحكم فيها وايضا حركات التنفس اللي باللونغز هاي مين اللي بنظم هاي العمليات اللي بنظمها بشكل رئيسي هو اللي هو جذع الدماغ بالاضافة الى حركات العين والفجوال functions الشغلات المرئية في عندي منطقة ثانية من الدماغ بسميها السيريبللم السيريبللم هذا هو فعليا المخيخ نحن في عنا المخ وفي عنا مخيخ المخيخ هو اشي صغير فهو منطقة من الدماغ شو وظيفتها هاي؟ وظيفتها الرئيسية التوازن والحركة فمين اللي بخليك تمشي بهاي السرعة؟ مين اللي بخليك تمشي؟ انت بتمشي خطوة مع خطوة خطوة مع خطوة هاي الشغلة بدها شغلات معقدة هاي اللي بعمل لها processing وبيعالج هاي العمليات هو جزء من الدماغ بسميه المخيخ وهاي صورته شايفينه هذا؟ هذا المركل اللي هنا هذا هو المخيخ بكون وين؟ بكون طالع من وراء الادماغ هذا المخ وفي عندك هون المخيخ هاي تمام؟ فمهم جدا تعرف لي وظائف كل واحد فيهم في عندي السريبرم السريبرم هو أكبر جزء موجود بالادماغ ما هو السريبرم؟ بيحكي لك السريبرم هو فعليا المخ شايفين هذا المخ الرئيسي هذا؟ شايفينه؟ هذا هو هاي صورة وضحية أكثر السريبرم هذا هو السريبرم المخ فعليا السريبرم في عندي مخيخ اللي هو السريبلم هاي المنطقة وفي عندي جذع لدماغ كل واحد فيهم طبعا في عندي شغلات أخرى زي ما أنتوا شايفين في عندي هيبو كامبس واميكدالا وبتيو تريقلاند اللي حكينا عنها هاي الغدة النخامية وإلى آخره وفي عندي مناطق أخرى اللي بهمني حاليا هذول الثلاث مناطق السريبرم هو المخ فعليا برينستيم جذع لدماغ اللي بربط مع سباين الكورد والسريبلم اللي هو المخيخ المخيخ عرفنا أنه إله علاقة بالحركة والتوازن برينستيم إله علاقة بإيش بالهارت واللنغز والفجول فونكشنز السريبرم طيب شو وظيفته السريبرم المخ فعليا هذا بحكي لك السريبرم وظيفته إيش انفولد وذ ايموشن اللي هي العواطف الذاكرة والوعي الكونشسنس ثوت والمورال بهيفير يعني مين اللي مسؤول عن ذكائك مين اللي مسؤول عن تصرفاتك مين اللي مسؤول عن عاطفتك مين اللي مسؤول عن وعيك مين اللي مسؤول عن ذاكرتك فعليا كل هاي الشغلات المسؤول عنها السريبرم أو اللي هو المخ فعليا طيب السباين الكورد النخاع الشوكي بحكي لك إنها روب لايك هو زي الحبال اللي موجودة وين موجودة داخل الفيرتيبرال كولوم زي ما حكينا في عندي فقرات الظهر داخلها بكون مجموعة حبال هاي الحبال هي فعليا أعصاب بسميها النخاع الشوكي وبسوولي بالآخر بعد ما يمشوا يمشوا أثناء الجسم بكونوا ماشيين بالظهر كل منطقة من الظهر بطلع منهم عصاب أخرى عصاب أخرى هاي الأعصاب بسميها السباينال نيرف بيطلعوا من السباينال كورد طيب شو الكرينيال نيرف هما الأعصاب الأعصاب المسؤولة عن الكرينيام اللي هو الدماغ والوجه بشكل عام فبقولك في عندك 12 بير 12 زوج واحد لليمين واحد لليسار في عندي 12 زوج من الأعصاب بسميهم كرينيال نيرف هذولا شو وظيفتهم وظيفتهم مثلا انت لما تحط إيدك هون بتحس لما تنحرق هون بتحس كيف بتحس في عندك أعصاب طالعة مباشرة من الدماغ إلى هاي المناطق اللي هي الوجه والعنق اللي هي منطقة الدماغ وبشيلوا اللي هما النبضات الكهربائية عشان انت فعليا تحس في عندي الكرينيوم ما هي الكرينيوم الكرينيوم هي الجمجمة فعليا أو اللي هي السكل فالسكل هي معناها الكرينيوم فالبون استركشور انت فعليا في عندك الدماغ هذا هو الدماغ موجود هون بس انت لو جيت ضربت هون بتلاقي فيه عظم اللي هي الجمجمة فهاي الجمجمة بتحميلي اللي جواتها شو اللي جواتها الدماغ تمام فالكرينيوم هو العظم اللي إيش اللي جواته يقعد البرين أو الدماغ سينابس ما هو السينابس سينابس معناها تشابك فأيا إحنا في عنا كم عصب ملايين ومليارات الأعصاب أسه العصب اللي هون كيف ودى إشارة لهون مش معقول أنه العصب يكون واصل من هون إلى هون لا فعليا شو عصب هون برسل لعصب هون برسل لعصب هون لعصب 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 لحد ما يوصل إلى الظهر من الظهر بطلع إلى الدماغ من الدماغ برجع وإلى آخره التشابك بين كل عصب وعصب بسميه سينابس فالتشابك الجنكشن الارتباط بين النيرف سلز بسميه سينابس طيب الاكسايتابلتي شو هي اكسايتابلتي جاي من كلمة اكسايتمنت أو حماس ما هي الاكسايتابلتي؟ بحكي لك أنه أنت مدام في عندك اكسايتابلتي معناها أنت قادر أنك ترد على أي محفز يعني إذا إجا واحد وحط شمعة على إيدك أو قداحة أو أي شغلة قابلية الرد على هذا الاستيميولاس المحفز وإنك تنقذ تسوي زي هيك هاي بسميها الاكسايتابلتي اللي هي الحماس قابل على التحفيز فالابلتي تورسبون تو ذا استيميولاي طيب ما هو الميدلة أبلونغاتا؟ بقولك الميدلة أبلونغاتا هو أيضا مكان من البريين استيم that regulates the heart and lung functions swallowing, vomiting and coughing شو يعني هذا الكلام؟ بحكي لك كالآتي عشان تعرف هذا الكلام بدنا نشوف شكل الbrain stem تمام؟ ثواني بس بدنا نشوف شكل الbrain stem تمام؟ هذا هو الbrain stem جذع لدماغ تمام؟ اللي إحنا قلنا عنه هذا هو الbrain stem تمام؟ هذا ما كانه جذع لدماغ جذع لدماغ هذا هو فعليا بقولك جذع لدماغ مكون من إيش؟ من منطقة اسمها midbrain اللي هو منتصف لدماغ ومن منطقة اسمها puns ومن منطقة اسمها middala oblongata اللي بتربط مع الspinal cord تحت وإلى آخره الميدالة oblongata هاي بحكي لك أو بشكل عام إحنا اتفقنا بشكل عام لbrain stem يتحكم في إيش؟ heart lungs والvisual function تمام؟ إذا بدك تدقق أكثر في الbrain stem بيجي بطلع لك كالآتي الbrain stem بالذات الميدالة oblongata منه هو الذي يتحكم في الهارت والlung functions وأيضا البلع swallowing والvomiting الاستفراغ والكحة هاي الشغلات كلها هو صح الbrain stem جذع لدماغ ولكن بالذات الميدالة oblongata الجزء الثاني من الbrain stem اللي أنا بسميه الميد برين أو الميدل برين هو منطقة منتصف الدماغ هاي إلها علاقة بالvisual reflexes فإذن بشكل عام أنا في عندي heart and lung functions وvisual reflexes هذولا هو الbrain stem ولكن بشكل رئيسي الميد برين إلو علاقة بالvisual reflex والميدالة oblongata بالheart and lung functions فنيجي خلص خلصنا من بعض المصطلحات الطبية الصعبة نيجي على nervous system terms بعض المصطلحات السهلة nerve شو يعني nerve؟ يعني عصب فبقول لك الnerve هو مجموعة العصب فعليا هذا العصب مجموعة من النيورونات ما هي النيورونات؟ هي خلايا الأعصاب هيك خلايا الأعصاب اسمها نيورونات فمجموعة من النيورونات بتعطيني إيش؟ بتعطيني العصب تمام؟ هاي النيورونات فيها شغلة مهمة جدا 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 شو هي؟ إنها بتقدر تتحمل وترسل إشارات عصبية إلى بعض الأعضاء والمسلز اللي موجودات في الجسم فإذن أنا حالياً بدي أحرك إيدي فوق الإشارة اللي راحت عشان أحرك إيدي فوق من وين إجت؟ من الدماغ ممتاز الدماغ أرسل إشارة عصبية الإشارة العصبية هاي مشت خلال مين؟ خلال الأعصاب اللي هما شو الأعصاب؟ اللي هو مجموعة من النيورونات اللي هما الخلاية هاي الخلاية أرسلت هاي الإشارة العصبية إلى العضل فالعضلة عملت عندي هيك تمام؟ ممتاز جداً النيورو ترانزمتر النيورو جاي من كلمة نيورونز أو اللي هو نيرف أعصاب ترانزمتر معناها ناقل فالنيورو ترانزمتر هما النواقل العصبية فبيحكي لك هما مجموعة مواد موجودة في الأكزون ما هو الأكزون طيب؟ عشان نعرف ما هو الأكزون بدنا نشوف صورة النيورون ما هو النيورون طيب؟ كالآتي هذا النيورون شايف؟ هاي هي الخلية العصبية الخلية العصبية ما بدي تحفظ لي كل هاي الشغلات أنا بس بورجيك الشكل الخلية العصبية مكونة من شغلتين عندي سلبدي هذا هو جسم الخلية وفي عندي أكزون تمام؟ هذا الأكزون فعلياً إيش؟ بكون على طرفه بالآخر في عندي إيش؟ في عندي بعض النواقل العصبية اللي لما يصير تشابك عصبي بينها وبين أي نيورون آخر بيجي نيورون آخر هنا جنبه بصير في عندك تشابك عصبي هذا التشابك العصبي شو؟ مين اللي بحفز أنه ينقل هاي الإشارة؟ بكون في عندك مواد هون فكل آتي بتيجي الإشارة العصبية بيستلمها هذا النيورون بمشي بمشي الإشارة العصبية فيها وبنهاية الأكزون بكون في عندي ناقل عصبي عشان شو وظيفته هذا الناقل العصبي؟ ينقل الإشارة الكهربائية للنيرف اللي بعده وبعدين النيرف اللي بعده واللي بعده واللي بعده وإلى آخره ممتاز ممتاز فهاي هي نيورو ترانزميتر الآن في عندي نحن عرفنا النيورو سيستم مكوّن من سنترل نيرو سيستم وبرفرال نيرو سيستم في عندي تقسيمة أخرى للنيرو السيستم بسميها Parasympathetic Nervous System و Sympathetic Nervous System Sympathetic Nervous System بيسموه اسمه الثاني Fight or Flight يعني اضرب وهرب اللي هو لما تكون انت متحمس وخايف وإلى آخره بتحفز عندك الجهاز العصبي Sympathetic اللي هو بيسموه اضرب وهرب Fight or Flight فهو نوع من انواع ال Nervous System اللي متى بيشتغل لما تكون انت Under Stress ال Parasympathetic هذا العكس بيسموه Rest and Digest يعني ارتاح وهضم يعني ما في عندك اي سترس ففي الحالة الطبيعية يعني انا حاليا ما في عندي اي سترس ال Normal State مين اللي بيكون فعال من ال Nervous System بسميه ال Parasympathetic Nervous System بينما لما اكون بدي اركض ولا خايف ولا في حماس بستعمل Sympathetic Nervous System طيب الآن هذول الاثنين فعليا هم قسم من ال Autonomic Nervous System اللي هو ايش ال Autonomic Nervous System اللي هو الجهاز العصبي اللي انت ما بتتحكم فيه يعني فيه شغلات عصبية انت بتتحكم فيها رفعت ايد ركض تقدم ترجع شغلات انت بتتحكم فيها هاي ما بسميها Autonomic Nervous System بسميه اللي هو Nervous System Autonomic Nervous System Autonomic يعني لحاله بشتغل هذا Autonomic Nervous System من نوعين اللي هو Sympathetic و Parasympathetic حلوين ما هو ال Receptor هو مستقبل المستقبل بكون على سطح الخلايا او ال Organs اللي هما الأعضاء بكون موجود هنا مستقبل مثلا بيستقبل ايش الإشارات العصبية هذا هو المستقبل نيجي على بعض ال Combining Forms زي السيربيلو ما هو السيربيلو ثماني بس هذا كله نشيله ايوه ممتاز السيربيلو جاي من كلمة جاي من كلمة سيربيلم ممتاز اللي هو المخيخ فمثلا سيربيللايتس سيربيلم لاحظوا الفرق المخيخ R هو المخ سيربيلايتس هو The Inflammation of Cerebellum التهاب المخيخ Aitis التهاب وسيربيلم أو اللي هي السيربيلي اللي هي السيربيلم سيريبرو أو سيريبري اللي هي جاي من كلمة سيريبرم معناها المخ فمثلا سيريبرالجيا شو يعني سيريبرالجيا سيريبر هاي اللي باللون الأصفر معناها سيريبرم مخ آلجيا معناها pain فهو pain in the cerebrum pain in the head ألم في الدماغ في المخ cranio جاي من كلمة cranium زي ما حكينا اللي هو الدماغ زي مثلا craniofacial شو يعني craniofacial يعني شغلة إلها علاقة بال cranium اللي هو الدماغ وأيضا الفيس بما أنها facial انسفلو شو يعني أو انكفلو في ناس بسموها حسب النطق انكفلو معناها brain اللي هو دماغ انكفل علايتس معناها التهاب إيش البرين آيتس قلنا التهاب glio شو يعني glio معناها نيورو glia شو يعني نيورو glia بحكي لك هو نوع من الخلايا انت عندك الجهاز العصبي مكون من خلايا إيش لنيورونات ولكن في عندك بعض الخلايا إيش بعض الخلايا اللي مسؤولة عن وظائف أخرى وحماية النيرف السيستم بسميها glio glia 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 هاي اللي هي الخلايا الأخرى اللي موجودة في النيرف السيستم اختصارها glio زي مثلا عندك مثال glio ماتوس glio ماتوس ما هي glio ماتوس glio ما زقنا انها التيومر أو ماس كتلة في الجسم glio معناها فمثلا لما نحكي glio glio أو glio ماتوس فهو tumor of the glio أو glio أو اللي هي إيش اللي هي نيرو glio ف التيومر of the نيرو glio بسميه glio أو glio ماتوس طيب meningio هي جاية من كلمة meninges اللي هي الشو المنينجيز اللي هي السحاية إحنا عندك الدماغ محوط بثلاث طبقات حامية إله مثلا الدماغ لو شلت العظم رح تشيل العظم تلاقي فيه عندك الدماغ محوط بثلاث طبقات حاميته هاي الثلاث طبقات اللي حاميته بسميها مننجيز أو اللي هي السحاية فمننجايتس هي التهاب المنينجيز أو التهاب السحاية نيورو جاي من كلمة نيورو نيرف يعني عصب فمثلا نيورايتس هو الالتهاب النيورون التهاب الأعصاب فاقو جاي من عصب مهم جدا اسمه الفيغاس نيرف مش فقوس نيرف لا وهو أطول عصب موجود في الجسم الفيغاس نيرف فمثلا في عندي عملية مهمة جدا اسمها فيجيكتومي ما هي الفيجيكتومي هاي الفيجيكتومي أو الفيجيكتومي حسب نطق الدولة هي وما بنشيل كامل لأنه طويل كثير بنشيل أعضاء منه أو أجزاء بسيطة منه جاي من كلمة فمثلا جاي من كلمة أو هاي تطلع اللي هو هنا محطوطة إنها نيورال معناها نيرف وسباينو معناها فهو شغلة إلها علاقة بالسباينو الكورد والنيرف طيب مييله زي ما اتفقنا بون مارو أو سباينو الكورد فمثلا مييله وماليشيا يعني إيش؟ يعني إنه صار في عندك هشاشة هشاشة النخاع الشوكي بسميه مييله ماليشيا طبعا ظل عندنا آخر سيستم ما كانش آخر سيستم للأسف يعني سيربرايز الديجستف سيستم هو آخر سيستم وطبعا رح يكون سهل كثير لكم الديجستف سيستم مكون من عدة شغلات أورال كافتي اللي هو الماث فارنكس إسافقس مريء ستمك معدة ليفر كبد بنكرياس قل بلادر اللي هي المرارة سمول انتستن والارج انتستن ما هي وظيفة الديجستف سيستم الجهاز الهضمي؟ كلكم تعرفوها إنه يهضم انجستشن يعني إنك توكل تبلع داخل الجسم دايجستشن إنك تهضم absorption إنك تمتص المواد اللي بدك إياها وإلمانيشن إنك تخرج المواد اللي ما بدك إياها كل هاي وظائف الجهاز الهضمي زي ما أنتوا شايفين هاي هي الماث في عندكم هون الفارنكس هون الإسافقس المريء بعدين بعد المريء بنزل الأكل وين مباشرة على الستومك هايها بعد الستومك بنزل على السمول انتستن وأثناء عملياته في السمول انتستن بيجي الليفر والبنكرياس والجول بلادر بيفرزوا بعض المواد فيه في السمول انتستن فيعتبروا من ال جي آي هذول الثلاث وبعدين ايش بعدين من السمول انتستن بيروح على اللارج انتستن ومن اللارج انتستن بتروح فضلات في الحمام فنيجيب لي بعض الترمز المهمة الاماينو أسدز ما هما الاماينو أسدز كلكم تعرفوها البروتين بشكل عام مكون من سمول بيسك يونت يعني العمارة مكونة من أحجار البروتين مكون من ايش من اماينو أسدز فالبلدنك بلوك اف بروتينز هما الاماينو أسد لما نكسر البروتينات بيطلع في عندي اماينو أسد امايليز دايما خذها قاعدة من عندي لما تشوف كلمة ايز بالآخر معناها هذا انزيم انزيم له وظيفة في الجسم طيب الامايليز جاي من كلمة الامايلويد ما هو الامايلويد هو مادة موجودة وين موجودة في الستارج اللي هو النشا اللي موجودة في البطاطا والخبز والرز وإلى آخره فالانزيم ايز معناها انزيم الانزيم المسؤول عن تكسير النشا الستارج اسمه امايليز من وين يتم افرازه من البنكرياس والسلايفري جلاند يعني من الغدد اللعابية ومن البنكرياس ما هو الابزوربشن هي عملية الامتصاص فهي ايش اني انا امتص الأكل وين عملية الامتصاص بشكل رئيسي بتصير بتصير بالسمول انتستن بامتص الأكل وبروح إلى الدم ومن الدم إلى الكبد وإلى آخره طب ما هي البايل البايل بسموها العصارة الصفروية ما هي العصارة الصفروية هاي بحكي لك من اسمها عصارة صفروية فشو راح يكون لونها أصفر إلى بني ومرات بتكون أخضر فهي مادة عصارة لونها هيك من وين يتم افرازها مهم هاي جدا مهمة يتم افرازها في الكبد وتخزن في القلب لادر في المرارة فلما تكون انت يكون في عندك توكل انت لية على سبيل المثال وليش أنا اخترت اللية لأنه البايل وظيفتها إنها تكسر الفات اللي هم الدهون فمثلا انت أكلت لية هالسروحة أكلت لية اللية هاي لما توكلها وتنزل على أكلتها نزلت بعدها بالαな بالاسموال انتستن بالاسموال انتستن لما تكون هناك مين اللي راح يكسر هاي الليبيز الاسطومك غير قادر على أنها تكسر الليبيز بشكل كامل مين اللي راح يكسر الليبيز هاي عشان اتهضمها اللي راح يكسرها هي العصارة الصفراوية اللي تم انتاجها بالليبر وخزنة بالقلل بلادر بعدين تم افرازها وين تم افرازها على razem فيتكسر لك هذا الفات ما هو البيلروبن؟ البيلروبن هاي هي المادة أو الصبغة اللي بتعطي البايل لونها الأصفر أو البني فالصبغة اللي بتعطي البايل لونها البني بسميها البيلروبن تمام؟ فلا تخربطوا البيلروبن هي فرع من البيل بينما البيل هي مش فرع من البيلروبن أبندكس شو هو الأبندكس؟ اللي هو الزايدة ما هي الزايدة هاي بيقولك هي باوتش زي هيك زي كيس طالع من السيكم, شما هو السيكم عشان تعرف السيكم, ركز معاي هون هذا هو, شايفين هذا هو الاسمه الانتستن وإلى آخره والارج انتستن الارج انتستن هذا شايفينه الارج انتستن مقسم إلى عدة أقسام القولون وواحد من الأقسام اسمه سيكم وواحد من الأقسام اسمه إلى آخره أقسام, هاي الأقسام مش وقتها تحفظوها هسا رح تدرسوها لقدام هذا المكان من الارج انتستن بسميه السيكم أو بسموك أنه على ما اظن بالعربي الاعور السيكم هذا بيطلع منه زي كيس هيك صغير بسميه الزايدة فزي عملية الزايدة هي ايش عملية الزايدة اني انا اشيل هاي الزايدة الابندكس هي هاي الزايدة من وين طالعه من الارج انتستن فعليا من البارت هذا اللي بسميه السيكم حلوين البول ما هو البول بول معناها انتستن سهلة وصريحة واحد من الامراض المشهورة عنا في الطب انفلماتري بول ديزيز اللي هو مرض التهاب الامعاء اسمه انفلماتري بول ديزيز فالبول معناها انتستن زي كيف بول معناها زي زي ما تقول اللي هو الطنجرة او الصاج الطنجرة هيك طنجرة اللي هي ايش نسموه الانتستن واللارج انتستن القولون هو فعليا الارج انتستن فرع من الارج انتستن بسميه القولون ما هي الديجستن هي الهضم اني انا اكسر الفود الى simple form كسر شغلة كبيرة مثلا بروتينات الى amino acids غال بلادر قلنا هي ايش هي المرارة فهي small sac بتكون هيك زي كيس صغير المرارة موجود وين تحت الليفر ووظيفته ايش يخزن البايل اللي ايش اللي بكسر لي الفات فهذا لو شفته هون بتلاقي هذا هو الغال بلادر باللون الاخضر تحت الليفر حلوين حلوين طيب وين الروح ما هو الكلوكوز كلكم بتعرفوه هو سكر سداسي simple ما هو الكلايكوجين طيب هي مخازن الكلوكوز مخازن السكر طيب الكلايكوجين اين يخزن يخزن في الكبد في الليفر سيلز وايضا في المسل سيلز فهو ايش شبيه الستارتش هو مش الكلايكوجين مش ستارتش هو شبيه الستارتش تمام الان في عندي بعض الترمز اللي سهلات جدا عليكم الهايدروكلوريك اسد ما هو الهايدروكلوريك اسد هو حمض الهايدروكلوريك او اللي هو الحمض اللي اذا حطيته على جسمك بتنحرق البي اتش تقريبا اله 2 فهو جدا حمضي زي ما بتعرفوه انه المعدة بيئتها حمضية احماض المعدة فالبيئة الحمضية بالمعدة هاي مين اللي خلى الحمض هذا موجود في المعدة هو الهايدروكلوريك اسد فالهايدروكلوريك أسد موجود في المعدة عشان يعطي المعدة البيئة الحمضية اللي بيؤدي إلى تكسير الأكل فبقولك الحمض إذا حطيته على جلدك بالذوب مش رح يكسر لك الأكل طبعا رح يكسر طيب ما هي الكايم هاي بحكيلي الكايم هي كتلة سيمي سوليد لا هي صلبة ولا هي سائلة شو هي الكايم هاي بقولك لما الأكل ينزل على المعدة وبعد المعدة هو وين بده يروح بده يروح على فالأكل صار له تهضيم وتكسير وإلى آخره وامتزج مع مين مع الجاستريك جوسز اللي هي أحماض المعدة فأحماض المعدة لما تمتزج هيك مع الأكل صير في عندك زي كتلة من الأكل مع أحماض المعدة لا هي صلبة ولا هي سائلة هاي الأكل لما يروح من المعدة إلى بسميه الكايم طيب ما هي عملية الديفيكيشن هي عملية الإخراج إنك أنت أعزكم الله تروح على الحمام وتخرج الفضلات من الإنس طيب الإنزايم ما هو الإنزايم فعليا إحنا هيكناكم بالإنزايم بديك تعرف أنه أغلب الإنزيمات هما بروتينات والإنزيمات هاي شو وظيفتها؟ أي إنزيم في الحياة وظيفته إنه يسرع عملية ما يعني مثلا بدك تحول مركب A إلى مركب B مين اللي رح يمسك المركب A يحوله إلى مركب B بشكل سريع جدا هو الإنزيمات وكل إنزيم في جسمي إلو وظيفة ما في عندي مليارات إلى ملايين الإنزيمات في الجسم فالإنزيم هو فعليا بروتين وظيفته إنه يغير المواد وفعليا في الديجستف سيستم بيكونوا موجودين في الديجستف في الجهاز الهضمي ممكن يكونوا برا الديجستف سيستم ولكن هم إنزيمات أخرى ما إلها علاقة بالهضم البليروبن زي ما اتفقنا هو البيجمنت اللي موجود في البايل أبيندكس نفس الموضوع الباول نفس الموضوع والكولون نفس الموضوع هذولا مكررات عندك السمول انتستن كلكم بتعرفوا ما هي السمول انتستن الأمعاء الدقيقة هو تيوب زي إيش زي كأنه أنبوب هذا الأنبوب بكمل عملية الديجستن اللي بدأت في الستومك إحنا في عنا أسوفيقس نزل الأكل بالمريء على المعدة من المعدة الأكل بده يكمل تكسيره وامتصاص الشغلات المفيدة منه وين بتكون بالسمول انتستن بهاي معلومة مهمة موست أبزوربشن معظم امتصاص المواد المفيدة من الأكل إلى الجسم تتم عن طريق السمول انتستن الستومك المعدة كلكم بتعرفوها هي ساك زي كيس موجود بين الإسافيقس والسمول انتستن بين المريء والسمول انتستن في عندي المعدة اللي هي زي كيس وقل لك هون بنبدأ عمليات تكسير الأكل طيب البرستاليسز ما هي البرستاليسز بحكيلك انت لما تكون جوعا مش بتسمع صوت ببطنك صوت هيك صوت زي عصفير بحكوه عصفير بطني بلشة تتزكزك هذا الصوت اللي موجود بطلع من هون هي فعليا صوت ايش صوت حركة الأمعاء عشان شو بتفيدني هاي الحركة بتفيدني عشان أخرج الفضلات إلى الداخل فمثلا بكون زي عندي فضلات هون الفضلات هاي عشان تنزل تحت بصير في عندي زي عملية حركة هاي الحركة هيك زي اني أطعج هاي طبعا ربانية بتكون هاي الحركة بسميها بيرستاليسز فهي الكنتراكشن الانقباضات الرذمك رذمك شو يعني يعني فيه إيقاع محدد لهاي الانقباضات من السموذ مصل موجودة وين في الديجستيف تراكت زي ما اتفقنا فبتعطيني عملية البرستاليسز لايبيز قلنا لما تشوف ايز ما نهى هذا انزيم لايبي يعني جاي من كلمة ليبيز فهو الانزيمات اللي بتكون فيهم أحماض البنكرياس مش المعدة اللي مسؤولة عن تكسير الليبيز طيب الليفر ما هو الليفر هو الكبد واحد من الأعضاء المسؤولة عن الديجستيف والميتابوليك فنكشنز وأيضا المعلومة اللي بتهمني انه بفرز البايل مستيكيشن هي عملية المضغ زي المستكة من وين جاي كلمة مستيكيشن جاي من كلمة مستكة اللي هي ايش انك تمبو large intestine هو أيضا passageway tube زي انبوب بيجي وين بيجي بعد small intestine وين وين شو الشغلة اللي بتهمني بالlarge intestine بيقول لك معظم امتصاص الماء يتم في large intestine بينما معظم امتصاص الأكل والمواد المفيدة بتتم بالsmall intestine ما هو البنكرياس البنكرياس هو واحد من الأعضاء المسؤولة عن الهضم ويفرز الdigestive fluids يفرز انزيمات ويفرز مواد قابلة انها ايش قابلة انها تكسر الأكل في small intestine طب ما هو البيبسن بيبسن ملهوش علاقة بالبيبسي بيبسن واحد من الانزيمات الذي يتم افرازه من البنكرياس الى البيبسن يتم افرازه في المعدة بالجاستريك جوس فهذا البيبسن بيعمل على انه يروح يكسر الأكل فالأكل بكون في المعدة عشان يكسره بيجي البيبسن هذا اللي هو انزيم بيكسر هذا الأكل السلايفا هو اللعاب فهو الغداد اللعابية بتفرز لي السلايفا اللعاب وهذا السلايفا فيه الأميليز اللي هو الانزيم اللي حكينا عنه فوق بالأول هاي زي ما انتو شايفين الأميليز اللي بيكسر الستارت الآن في عندي بعض الكمبايننج بشكل سريع بدنا نمشي عليهم أبندو أو أبندكس أو أبندك معناها أبندكس اللي هي الزائدة فعندي التهاب الزائدة بسميه أبندسايتس عندي البايل جاي من كلمة بايل زي مثلا البليفيردن ما هو البليفيردن البليفيردن هو أخو البليروبن ولكن لونه أخضر البليروبن بيعطيك أصفر إلى بني البليفيردن بيعطيك لون أخضر للبايل كولي معناها أيضا بايل فمثلا كوليك أو كولك معناها بايل شغلة إليها علاقة بالبايل كوليسيستو معناها قل بلادر تمام ليش هيك بسميها لأنه البايل وين يخزن السيست اللي بتخزن الكولي اللي هي البايل السيست اللي بتخزن الكولي هي القلب لادر فالقلب لادر هي كولي سيستو فلما نيجي نحكي كولي سيستكتومي إكتومي معناها إيش اللي هي استئصال كولي سيستكتومي هي استئصال القلب لادر أو اللي هو المرار القولون جاي من كلمة قولون كول أو كولون معناها قولون كوليكتومي معناها استئصال القولون أو جزء من القولون انتيرو معناها انتستن انتيرو معناها انتستن فمثلا انتيرو باثي هي صفة لمرض السمول انتستن فأي مرض في السمول انتستن بسميه انتست انتيرو باثي جاي من كلمة اسافقاس مريء اللي هو المنظار اللي بتطلع فيه داخل المريء فلما اجيب منظار أدخله من داخل الفم وأطلع فيه داخل المريء هذا المنظار بسميه إسافوغاسكوبي اللي هو examination of the esophagus جاسترو جاية من كلمة جازترو اللي هي الغازات وين تكون الغازات وقل لك أخ معي غازات اللي هي إيش اللي هي الاستومك فمثلا جاسترالجيا اللي هي معناها pain معناها الاستومك فهو استومك إيك اللي هو إيك معناها pain فهو pain in the stomach glycogen معناها glycogen فglycogenolysis lyses شو يعني؟ يعني تكسير glycogen هو glycogen اللي هو مخزن السكر فتكسير glycogen هي glycogenolysis hepato heba دايما heba كبد اعرف لأنه heba بتطبخ لكبد دايما يعني فيه وحدة اسمه heba بتطبخ لك كبد بدك تحفظها كيف ليش ما بعرفش بس بدك تحفظها hepato معناها liver فمثلا hepatitis هو التهاب الكبد الوبائي بسميه hepatitis التهاب الكبد labio labio من اسمها labio معناها lip اللي هي شفتين lip فمثلا labioplasty شو قلنا بلاستي؟ هي surgical repair إني أنا أصلح أو أنفخ شفايف أو أسوي فلر وهاي السوالف بسميها labioplasty lingo شو يعني lingo؟ جاي من كلمة language language أنت بتحكي فكيف بتحكي language اللغة؟ بتحكيها بالفم فlingo معناها tongue فعندك lingodental شغلة إلها علاقة بالlingo اللي هو الإلسان dental معناها teeth فهو الأسنان oro معناها mouth oral شفوي فمعناها mouth oro facial فشغلة إلها علاقة بالأورو الماث وفشل بالفيس فشغلة إلها علاقة بالفم والوجه بنكرياتو هي بنكرياس قلنا بنكريتايتس هو التهاب البنكرياس ذكرناه سيالو شو يعني سيالو؟ يعني سال سيالو شو اللي سال؟ لعابو فالسلايفا أو السلايفري جلاند هي معناها سيالو فمثلا سيالزم هي عملية execution of the saliva لما يزيد اللعاب ويصير يسيل بسميها سيالزم طيب stomato شو معنى stomato؟ stomato معناها mouth فمعنى نفسها نفس أورو فاستوماتو وأورو نفس المعنى فاستوماتايتس شو يعني؟ هي التهاب الماث التهاب بطانة المعدة فلما المعدة التهاب بطانة الفم فلما الفم يلتهاب عندك هاي الحالة اسمها استوماتايتس غلوسو شو يعني غلوسو؟ غلوسو اللي هي جاي من كلمة tongue أيضا نفسها نفس إيش؟ نفس lingua فمثلا غلوسو فارنجيال شو يعني غلوسو فارنجيال؟ فارنجيال يعني pharynx اللي هي الموجودة هون غلوسو معناها tongue فشغلة إلها علاقة مع tongue والفارنج طيب ركتو جاي من كلمة ركتم اللي هي إيش؟ اللي هي المكان من large intestine large intestine عفوا اللي أنت بتخرج فيه الفضلات اللي هي منطقة فتحة الشرج منطقة فتحة الشرج هي منطقة من large intestine بسميها ركتم وهي إيش؟ هي المسؤولة عن edification فالركتو أبدومينل شو يعني ركتو أبدومينل؟ يعني شغلة إلها علاقة بالأبدومينل اللي هي البطن وإلها علاقة بالركتم طب نيجي لآخر شغلتين معانا لليوم أو آخر شغلة معانا اللي هي digestive system combining forms بدنا نعرف بعض المعاني بيريتونيو شو يعني بيريتونيو؟ عشان تعرف شو بيريتونيو بدي أفسر لك إيها زي هيك شايف الشغلات اللي موجودة عندك في الجسم اللي هي GI tract GI tract هاي سواء خلنا بس نروح على الصورة هاي شايف GI tract هذا كامل هذا GI tract كامل مغلف بكيس عشان عشان ما يفلت لتحد هذا هو GI tract كامل مغلف بكيس هيك وكيس كيس عامل لك زي هيك شايف كيس عامل زي هيك وفي زي هيك وفي داخله هذا الكيس فعليا كيس في داخله GI tract هذا الكيس شو بسميه أنا بسميه بيريتونيوم هذا البيريتونيوم بيري يعني حول تونيوم معناها حول GI tract فبيريتونيوم معناها بيريتونيوم وهو إيش هو الغلاف أو الكيس اللي بغلف ال GI tract فمثلا إذا ما أجي أحكي لك بيريتونيتس معناها inflammation of the peritoneum طيب إيليو جاي من كلمة إيليم وجيجنو جاي من كلمة جيجنم طيب ما هو الإيليوم والجيجنم باجي أحكي لك شوف لي هاي الصورة طلع لي هاي الصورة شايف لي هذولا هذولا ال small intestine تمام هذا هو ال small intestine هاي ال stomach عندك هنا الدودينم وفي عندك الجيجنم وفي عندك الإيليوم فعندك ال small intestine مقسم إلى ثلاث أقسام قسم بسميه إيليوم وقسم بسميه جيجنم هذا اللي مأشر عليه وقسم بسميه الدودينم اللي هو المربوط فعليا مع ال stomach فهم ثلاث أقسام تشريحيا فلما أجي أحكي لك إيليو في بداية الكلمة فأنا قصدي عن الإيليوم الجزء من ال small intestine اللي اسمه إيليوم لما أجي أحكي لك جيجنم معناته أنا قصدي عن الجزء اللي اسمه جيجنم من ال small intestine فمثلا إيليايتس هو التهاب inflammation of the ileum الجزء الإيليوم مثلا جيجنوستومي شو يعني جيجنوستومي أوستومي هاي حكينا إنها surgical opening إنك تفتح عملية جراحية فلما تيجي تفتح الجيجنم تمسك الجزء الجيجنم من ال small intestine وتفتحه وتعمل عملية جراحية فيه بسميها جيجنوستومي طيب جلوكو جاي من كلمة جلوكوز وجلوكو جنيسز جنيسز زي ما أنتو عارفين جنيسز اللي هي production فالformation of glucose اسمها جلوكو جنيسز فارينغو معناها إيش فارينغس مثلا لما يعني واضحة وصريحة فارينغو فارينغس فإذا حكيت لك فارينغو تونسيلايتس هو التهاب إيش التهاب الفارينغو الفارينغس والتونسلز اللي هما اللوزتين فالتهاب التونسلز والفارينغس بسميه الفارينغو تونسيلايتس لهون بتكون انتهت محاضرتنا والpart الأول من المحاضرة هاي part الثانية رح يكون بسيط سريعجة يمكن عشرين دقيقة أو أقل فيعني اتمنى تكون وفقنا تمنى نكون وفقنا طبعا أنا بطلت أعرف أحكي طبعا خلص يعني الشكل لازم أوقف المهم اتمنى نكون وفقنا بشرح هاي المحاضرة توني رأيكم وإن شاء الله المحاضرة تكون سهلة عليكم وفهمتكم كل شي فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته